اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي ليلة مبروك لكل جماهير النادي الاهلي مبروك لجماهير الكرة المصرية الاهلي المصري في نهاية البطولة الافريقية كلام كتير جدا وطوقات عندي كلام عايزة اقوله للصبح لكن بدئين بشكل مختلف في النهاردة دايما يوم الاربع عارفين دايما بيكون معنا النجم الكبير الكابتن علي ميهوب عشان كده فضلنا نبدأ بيه النهاردة على طول من غير انتولان الكلام مهم جدا عن المباراة والتأهل لنهاية افريقيا كابتن علي مشرفني وننورني في يوم الاربع الجميل حبيبي يا ربنا خليك الشرف ليا وحلوة اليوم النهاردة انا بعد تأهل للنهائي الحمد لله ففرصة زابط معاد الاربع يا قبل وماتشو مهم يا بعد وماتشو على طول كده لا وحتى الطريق كامنا انا وانت الاخر الاسبوع اللي فاتك كامنا عن برابط متع تنبارع عطاك لا انا مش الان وهنتأهل ان شاء الله النهائي والحمد رب العمين مبدأي نطعنا نبارك لجمهير النادي الاهلي كبيرة جدا 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 ومجلس ادارة واللعيبة وجاز الفني كل حد بيحب النادي الاهلي في كل مكان الف مبروك وان شاء الله نبارك بعد ما نفوز بالبطولة ان شاء الله ان شاء الله الاهلي بيقدي بشكل متميز جدا كلام كتير عن مباراة مبارحة شفتها ازاي من البداية شفتها ازاي من التشكيل شفتها ازاي هل توقعت الاهلي هو اللي بدل بتهديف التشكيل كان كنت متوقع التشكيل تمام الحمد لله كنا بنتكلم برضا ياهب يعني الحاجة الكويسة للاسبوع اللي فاتة كلمنا نبارك في حاجة كتير جدا حتى تكلمنا ان لو الاهلي ساجل هدف الامور طبع صعبة جدا بالنسبة للوفاق الصيف وحصل وكلمنا على الضغط الجمهيري كلمنا على نوعية الملعة ممكن تضيق شوية لعابة الاهلي حصل امبارح اتكلمنا ازاي لعابة الاهلي متصوص الضغط الجمهيري الفضيع امبارح امبارح لساد مقفولي اهاب على الافر طبعا طلعا في الجزائر اه فلا الوضع زي ما توقعناه بالضبط لكن الحاجة الحلوة ان الاهلي كان متمسك جدا في البداية مباراة مش اي مشكلة خالص اه يمكن فرص مش كتير لكن كانت مؤسرة لو الفرص كانت تترجمت اعتقد كان الاهلي ممكن امبارح يطلع هو الافياز بمباراة اه فاق الصيف عمل ضغط وعمل ضغط جمي جدا ومستحوذ استحواس تام على المباراة لكن لما تقس الخطورة نفسها اللي هو الحاجة الاكتر لأ مش الحمدول لا ما كانش موجودة خالص وده يحسب لعبة النيدي لعبة اللعبة 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 المباراة خطة موضوع كويس جدا استحوذها منت عاصل نصر من العبك او في التلت لكن التلت الاخير لأ مفيش مشكلة لا في مشاكل بالنسبة للعبة الفقص طيف متمركزين كويس او ازا كان سعد ازا كان كلبالي فتح اي اي امان وطبعا عشور والصلاية عمنون دور هاي المبارح عشور هاي المبارح يعني عايزين الفقرة كلها بالزبط يعني في لعبة مبارح أهاب اللي هي في المواقف دي كنت أقول لك أنا لعبة النادي الأهلي بتبان في المواقف دي في لعبة معينة تحس أن أنت متواصل فيها خير وفعلا حصل يعني طبعا كل التحال كل لعبة اللي هي بتنبارح حتى اللي نزل بودلاء لكن في لعبة مبارح تحس أو كنت تتمنى هما بقى في اليومهم أو في الفرما العادية بتاعتهم هيفريه معاك تروح تبدأ على طول بأحمد فتح هيفري معاك أحمد فتح الخبرة كبيرة أو البطولات الكبيرة دي هيفري معاك مبارح عشور لو تمركوزو والسولية دول أكتر ابنين مبارح أنا كنت بقول يا رب يبقوا في حالتهم العادية لأن هما دول اللي هيدوك بالزبط ده المحور هيديك الشكل العام بتاع فرقيتك حتى لو أنت مضغوط لكن الاتنين دول موجودين وقفين كويس قوي مغلطين كويس قوي طبعا العلامة الفارغة والمميزة في النادي الأهلي بقالوا فترة كبيرة جدا والعلامة الغريبة عشان متخب مصر وليس لما ده متميز مجهود ما شاء الله يعني رفع عيده ربنا يعني ربنا بيديله آه طبعا ربنا بيديله يهاب الجلم السهل وجاري تمريرة من العمق رائعة للخبرة كبيرة اللي انت بتقول عليها خبرة من تحت شايف الملعب كويس ايوة حاط التمريرة ما يعملاش يعني زين الدين زينان في عصر الزهبي حاطيتها كيرة من نص الملعب قطع رايحة وليد مستني عالكورة وشايف لو وقف ولا شاف المدفع يروح عليها الصبر خالص وهي فيها أمل التعدية زاد عدة خدها أول ما خدها كابتن مش بياخدها ويجري ده من أول ما خدها بصص على وضعه فين بصص الجون طالع منين خد كده سنة شمال صغيرة قوي بسنة سلعيب الكورة ووسع لنفسه خدع الجون الجون راح في الزاوية اللي هو عايز يروح له عليه يقفل له دي حطه له على طول ما حسناش بأي حاجة جراح بص هو وليد خبرة السنين كلها كان في الكورة دي وليده ورايح لكورة إيهاب عارف أن اللي هيفرق في مباراة كورة دي وحصل يعني سبحان الله الكورة دي وليد رايح بيقول له هو ده اللي هيعمل فرق في مباراة دي حصل هو الهدف هدف لك أنت موضوع بالنسبة لهم بقى مستحيل مش شلم مستحيل طبعا استحالة استحالة تكسب الأهل أنت أربع هدف مش ممكن خطأ الشناو مش حادي يتكلم بتحصل عادي جدا 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 كايلك في كل حاجة لكن المباراة مارح ككل أنت خرجت باللي أنت عايز بالحمد لله أنك أنت تتأهل للنهائي خرجت أنت تتأهل للنهائي ولكن البعض من المحللين شايف أن هذا الخروج للنهائي خروج حذر جدا لازم الأهل ياخد باله من بعض الأخطاء المتكررة في الفترة اللي فاتت كمان المنافس لتأهل للنهائي منافس انت متعود عليه تراجي فرقة محترمة ولكنه ظهر بالأمس بشكل مختلف تماما عن ما ظهره في كل البطولة يعني أنه غير المدير الفني من حوالي سبعين عشر طيام فشكل جديد بص يا هاب لازم نعرف أن كل موراة وكل دور لظروفه مباراة ما ينفعش يعني أنا آه مش فريق النادي الأهل مش أداة النادي الأهل أنا بتفهم عقول الناس بتكلمه ككورة لكن أنت بتتكلم الظروف اللي أنت تواجدت فيها والضغط اللي أنت موجود فيه نوعية الملعب ما ساعداش لعيبة كتير جدا وبعد كل ده أنت خرقت بتآهل مستحق عشان بس لازم نتكلم الصح أنت مبارح واصل الحمد لله نهاية البطولة جدارة واستحقاك لو هنتكلم على ظروف أي مباراة هلوهم رجعوا كده بسرعة للمباراة اللي هنا تخلص أربعة أربعة ما فيهاش أي مشكلة لكن ما خصلتش أربعة خلصت اتنين أنت نرايح هناك محضر نفسك لكل سنواتها تحصل وإنت اللي قلت أنا عايز هدف هدف صعب الأموم كلها طبيعة تبقى أضغط كان فيه بعض الأخطاء كان فيه تمركزات في اللعيبة في المنطقة الثامنطاشر أكتر من فرصة عشان نكون بنتكلم فيه لا لا طبعا طبعا فيه أخطورة كبيرة جدا لفريق أفاق الصيف وضيعوها بغرابة جديدة داخل المنطقة على حدود الست أخطاء أخطاء ممكن تحصل لكن مش لدينا تتكرر يعني أقصد لو فيها توفيق للمنافس ما بالضبط هي صعب عليكم الأمور صعب التمام بص بص ما أنا بقولك إيه أنت أخطاء مبارح مش عامل مباراة كويسة فيه أخطاء 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 لكن فيه أخطاء ممكن تتعالج أخطاء تقول الحمد لله أنا إيه خرجت كده أمبارح ما هي سبحان الله هي تعويض أربعة هنا كنت مبارح خسرت 2 طبيعي جدا لو هنتكلم لو كانت فيه أخطاء طبعا لك أنا عندي أهداف هنا محققة جدا كنت لازم أطلب أربعة هنا سفر لكن فيه أخطاء فيه أخطاء معالجة الأخطاء لما يكون أنت وصلت للنهاية حاجة بالنسبة للمدير الفني مريحة هوصل للنهاية فيه أخطاء حصلت ما تتكررش تاني مع فريق مختلف مع نوعية العيام مختلفة مع نوعية جمهور مختلف مع نوعية أرض مختلفة وده اللي بيفرق معي أنا مع فيه ميزة انت بتعرف تلعب في تونس كويس انت عندك الميزة دي سبحان الله من زمان هي ميزة حلوة لكن لازم بقى فيها حذر شوي يعني يعني موديل الفني برضو للترجي شايف أن مش عايز يلعب نائف رادس عايز يلعب في المنزة ما هو عايز يبقى عن رادس بأن الرادس وش حلوة عن نائد الأهل ده من زمان في الكرة بتمشي كده كده يعني يعني والله بتعمل وسيلة ضغط بتحصل وده بقى بقى كارت ضغط عليه وهم وانت بتبقى فيه سن التفاون لو الملعب ده بتعود عليه اه الملعب ده تحس ان هو ملعبك يعني دايما ربنا بكرمك فيه عمرك ما حصل ما حصل أي حاجة غير كده فعلى الشيء يا تبقى رايح حتى لو نتيجة مش مش عالي أو لكن انت عندك فيه سنة ثقة ان الملعب ده لأ وش حلو وده بتحصل في جهورة القادر ما هيب على فكرة عشان كده مش عايز يلعب انك معظم المباراة الأخيرة بالذات اللي قلنا الاهلي بيخالص في تونس كانت نتيجة في القارة سلبي يعني نتيجة في ملعبنا ما كدش بتخرج بالشكلة وكنا بنعمل عكس المرة دي يعني تحب ان ان شاء الله تكون النتيجة هنا في المباراة الزهاب يوم اثنين حداشر تكون مستريحة علشان مباراة العودة كل اللي احنا بنور عليه في النهائي بتبقى الأمور مختلفة لا ما انا عايزة بقى الحاجة اللي انا ضامنها الحاجة اللي انا ضامنها هقدر عاملها هنا اللي هي اللي في ايدي ان شاء الله تطلع اخلص اخلص هنا بنتيجة كويسة ملعبش على التاريخ والحظ وكده المدير الفني اللي اول اغسطس الانجولي بيتكلم امبارح بيقول لو برشلون او الريال بيلعبوا في هذه الظروف ما يكسبوش على الملع الشكل اللي كان فيه المدير امبارح وفعلا الملعب امبارح كان تشجيع اه فراد صعب قوي والشهد دي خدنا انت وصلت في الموراة اتنين الاتنين اتنين يعني التراجي قوي تخلص امبارح بره فتوصل اربعة اتنين تعرف ان فيه جماهير لحد اخر ثانية يعني حركوا الصخر بصراحة بالزبط ده اللي حصل لكن نفس الجماهير دي في نفس الملعب ما بتحركش الصخر على النادي الاهلي لكن انا بتفهم معك في حاجة ان انا ان شاء الله المباراة اللي هنا ابقى مسافر تونس وانا معي نتيجة مريحة بالنسبة بالزبط مليش جعب التاريخ وانا ملعب ده حلو ايوة لا خالص لا لا خالص لازم ملعبش على مطلوب التفاؤل 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 جميل بس مع الحرص المعتاد بتاع النادي الاهلي كويس التفاؤل جميل بس اللي يديك تفاؤل وانت مسافر ياهاب المباراة الاولى هنا هنا هتديك كل ان شاء الله كل انت بعطك في المباراة النهائية وان شاء الله تبقى مسافر تونس وانت مستريح بتقدم مباراة كويس ان شاء الله رب العالمين بترجع متوج من اي مكان مش فرق معنا البعض بيتكلم على ان الاداء كان فيه بعض المشاكل مبارح لكن البعض تنازى امر مهم هو الاهلي دايما بمن حضر الاهلي بتحسب بالحداشر لعب اللي بيبدأوا مباراة قبل نهاية افريقيا بتحسب مين اللي هيطلع للنهاية لكن محدش فكر ان قبلها بكام يوم كنا هنا وبنتكلم مع حضرتك ان فيه مباراة للاهلي مع المصري الاتصالات الاهلي بيجرب فيها كل المصابين يعني هل يعني يتخيل البعض اللي بيتكلم بهذا الشكل ومع حق الاهلي اللي لم يكن بالشكل المتعود عليه دايما لكنه قد المطلوب يبقى النادي الاهلي عنده وليد سليمان عنده أحمد فتحي عنده السلية عنده حسام عشور عنده سعد يعني وأحمد فتح بتتكلم في خمس ستة لعيبة لعبوا شوت واحد لهذه المباراة جئين من إصابات وبيلعبوا شوت والمطلوب منهم اللي ينزلوا منسجمين سرعتهم عالية بدانيا كويسية يعني كل ده خمسة واربعين ديئة يجهزوا عشان مباراة فأعتقد ان كانت فيه أمور ان الاهلي يظهر بهذا الشكل الاهلي يظهر في أفضل حالاته بالإمكانات اللي كانت موجود بالضبط لحد آخر يوفر ببراها يا أهب انت التمرين اللي قبل المباراة انت شعب فتح كويس ولا لا لسه بتجرب فتح فتح مباراة مهمة جدا جدا خد كادم هنا قبل ما يساعد بالضبط لازم يوجود معاك في المباراة خمس لعيبة لسه بيتجربوا بس هم عايزين يلعبوا وجهاز الفاني وصخ فيهم فيها مخاطرة لكن مطلوب ان هو موجودين في الملعب يعني انت عايز ساعد موجود في الملعب عايز فتح موجود في الملعب عشره الصلية ما ينفعش هزا موجودين وليد متحمل على نفس وقاله فترة كبيرة جدا وبيلعب ومصاب وتعبان طبعا لكن الأسامل اللي بقولك ما بيلعبش على ترتان خالص الأسامل اللي بقولك على دي يا أهب هي نفس الأسامل اللي أنا أشدت بها في أول لقاء معاك دليل هم ناس فهلا الصخة فيهم صح للمرة المليون مش ده أداء النادي الأهلي عشان ما نتكلمش ما نتكلمش كلام غلط مش هو الأداء اللي كانت ناس مستنياء مش الأداء الممتع بس انت الظروف مش هتساعدك مش هينفع كل الظروف دي أداء وإمتاع الناس جاي من إصابات الناس لسه يعني الناس عايزة استشفى مش عايزة تنزل ملعب بص يا بص يا من الآخر هي في حاجة جدا في كورت القدم بدتقال عشان نقفر الموضوع ده فايصلا للنتيجة والهدف بس وصلت النهائي وأنا لو كنت متقدم بهدف كمان لكن حصل الأخطاء اللي هي حصل دي لكن خلاص الحمد لله أنا في النهاية أنت تعالى نتكلم أنا تأهلت للنهاية إن شاء الله النهائي يبقى الأداء أحسن مخنع نتيجة كويسة كل ده مش هتكلم فانتاني فيه طبعا وبين وبينك حتى لو نهاية الأداء مش مخنع عايزيني النهاية أنا عايزي الكاس بأي أداء بقى إشتقنا للكاس العالم للأندية أهل وجوده بيفرق ويبكين الكابتن محمود الخطيب في عقد الرعاية الكبير واللي حصل عليه دجة كبيرة عقد الرعاية بريزنتيشن لما قال يعني الأهل في مصف الفرق العالمية وكان أكثر تتويجا على العالم ولازم نرجع لمكانتنا العالمية من خلال البطولات القرية أعتقد دي رسالة واضحة أولا من كابتن محمود الخطيب طبعا أنه بيتمنى يوصل يوصل البطولة دي نلعب كاس عالم لأندية وتحس الكابتن وبتكلم أمنية إن شاء الله تتحقق بعد عقد الرعاية واللي حصل ده وعلى الفكرة والكلام طبيعي جدا مخنع جدا أنت ما تقلش عن أي نادي من الأندية كبيرة عفكرة مش أي نادي أي نادي لأ أنت نادي من أندية العالم الكبيرة جدا 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 ديك تاريخك طويل التاريخ اللي بتكلم عنك بطولاتك بتتكلم عنك أنا بتكلمش كلام كلام مسترسل اللي بتكلم بكلام في محل بطولاتك بتقول أنت من الأندية العظيمة اللي موجودة في العالم طبعا ودي طبعا عقد الرعاية ده عقد الرعاية محمد كامل طبعا في توقيت يعني قياسي جدا طبعا وبعقد كبير جدا لأكبر الأندية المصرية وقادي القبلة اللي عملت بقى يعني جاملة كتير جدا لكن واضح إن في حب وتفاهم واضح إن الكبار مع الكبار ومبروك على بريزنتيشن النادي الأهل طبعا وأنا كلمة قلتها كمان يا أهاب قلت ماشي مبروك النادي الأهل عقد الرعاية كبير ده بس مبروك على بريزنتيشن اسم النادي الأهل اسم النادي الأهل ده السيد محمد كامل قالي الكلام ده بزا هو الراجل قال والله أبكى يا كبت يعني طبعا ده قلت اللي بحسن خلاص والناس كلها كلمة فيه وتقال كل حاجة وتقال لبس ندرة حمرة وجرفتة حمرة يعني وقبل رئيس النادي الأهل يعني واضح جدا إن الراجل قال جملة جملة وكافة قال أنا النهاردة لو موت أبقى راضي على أنا عملت كل حاجة بعد ما قال كده وبكى يعني بس أنا بتعك على لو موت النهاردة فاهمت يا صيغة مبالغة جملة جدا لكن واضح إن فيه فرحة من الطرفين بالزبط من برزنتيشن وأكيد النادي الأهل عامل عقد راية كويس جدا كانت محمود الخطيب المجلس قدارته ودي حاجة تحساب لهم في هدوء خالص هدوء على فكرة فيش حد كان عنده أي خبر ده أنا تبلغت كده بالليل عايزينك في النادي السوق ده اللي أنا عارف وهنصور حاجة عارف فاروحت عادي لابسه بتاعه وفجئت طبعا بالحاجات اللي موجودة جوه النادي قبلها بنص ساعة آه في إيفنت كبير وبتاع قبلها بنص ساعة الناس أما دخلت خلاص بقى أنت بتقرأ المشهد عارفت لكن الوضوع أي وانت قرأت المشهد وعرفت ناس كتير جدا ما كانش تعرف إن البرزنتيشن هيعمل عقد راية مع النادي القلق الوقتي أو الصبح أو الساعة دي طبعا الوضوع كان في سرية تمة وتعامل على طول الصبح وبتنيلوا قناة الأهل على الهوام حاجة يمينة جدا ما كانت حاجة راخلة فكرة مؤتمر راخلة جدا وحلوة جدا وللمرة المليون مبروك البرزنتيشن النادي الأهلي طبعا النادي الأهلي اسمي يغطى أي حاجة طبعا في خبر هقوله كده مع حركة على طول إن النادي الأهلي بيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتجوزين الأحد القادم النادي الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المتجوزين الأحد القادم كررت اللجنة القانونية المنعقدة بمقر النادي الأهلي بالجزيرة اليوم وبعد مطلعتها على جميع الشكاو المدعمة بالوسائق الإعلامية المقدمة من أعضاء النادي الأهلي ضد التجاوزات التي تمت خلال الفترة الماضية ضد النادي على وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروعة ومن ثم كان لابد من إنفاذ القانون لمحاسبة المتجاوزين بتقديم بلغة لسيد النائب العام ضدهم الأحد القادم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كذلك استدعاء المتجاوزين من أعضاء النادي للتحقيق معهم خلال الإسبوع المقبل أهلي ما بيهزرش زي ما أنتم عارفين مبادئ وقيم النادي الأهلي اللجنة القانونية رصدت كل التجاوزات هيكون بلغات أمام سيد النائب العام فكل من تجاوز تجاوز في حق النادي الأهلي أو مجلس إدارة النادي الأهلي أو الكيان الكبير كذلك إذا كانت هناك بعض التجاوزات من أعضاء النادي البعض اللي بينتمي عضويته للنادي والبعض اللي بيحاول يعمل بعض المشاكل اللي بيطلع على وسائل الإعلام وبيعمل بعض الأمور هكذا سيكون في وقفة وتحقيقات قانونية وهذه هي سياسة النادي الأهلي يعني بالقانون وبالهدوء تأخذ الحقوق كابتن علام ده حقيقة ودائماً دي طبيعة النادي الأهلي من غير أي هرصة من غائشة والشرط تحس بتأخذ حقك بهدوء زي كنت كان عادر عال وقت في هدوء تام عملت عادرية بتاعتك في هدوء تام برضو تأخذ حقك من كل من تجاوز بحق النادي الأهلي أو مجلس إدارته نرجع تاني للمباراة ونرجع للكلام في المباراة وقلنا إن اللعيبة اللي كانت مصابة واللي هي ربما ما لحقتش تجهز بالشكل الكبير لضغوط المباريات نفس القصة برضو انت راجع عندك ضغط المباريات بطولة عربية ترجع تاني تلعب أفريقيا فبالتالي الضغوط خطيرة جدا في ظل وليد أظارو عنده شاد سمانة لسه هيتشاف إسلام محارب تضوطها جدا بداية شاد في الأمامية يعني برضو الضغوط عليك مستمر هو بص يا هاب إحنا مع أحلى حاجة عارف بتحصي إحنا كدام بنتكلم فيها هنا أنا وإنت كلمنا عن ضغوط المباريات والبطولات بس أنا كدام تقول لك هي دي دريبة النادي الأهلي إنك بتلعب في النادي الأهلي أو اسم النادي الأهلي أي بطولة من غير اسم النادي الأهلي فيها مش بطولة ما الاحترام الكامل لكل أنديها الكبيرة اسم النادي الأهلي بيحل أي بطولة بيكبر أي بطولة بيطعم مع أي حد يقول لك مع كابتن محمد يوسف في الأمور عشان نتمهن على الفريق. بكرة فيه تمرين نشوف الإصابات شوف الناس المصابة يلحق يعالج بسرعة عشان عندك الواصل الإماراتي تخش على الواصل الإماراتي عندك الأهم اللي هو الترجل. الواصل الإماراتي ممكن حتى اللعيبة اللي هي فيها شك. أعتقد مثلا الكارتولين ممكن يريح على حسب الإصابة وحسب حجم الإصابة. وليد أزارو كانت شد في السمانة وظهر مبارح في لقطة في المباراة. انت خلال واحد بيجري لحد آخر آخر ثانية. عشان كي بقول لك هي تحس ان هو متربب في النادي الأهلي خلاص شيرب. عايزين بطولات آآ هو ده هو ده النادي الأهلي. بيحاربوا لآخر ثانية مبارح. في أجواء صعبة جدا يا هاب. مكاري على الملعب الترتان ده يعني. مش طبيعي. لا 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 اللي مجرب الموضوع ده يحس ان هو بتعب اللعب على في مبارات الترتان. لكنك لعبت مواتشين على أرض عادية. عشان كده بقول لك هما الدغوط عليهم كتير جدا. لكن كل الشكر وكل التأثير ليهم هما خرجوا. الحمد الله بالبطاقة اللي احنا عايزينها. بطاقة التأهل. التأهل بقى في حسابات تانية وفي كلام تاني. لا حسابات ولسه وكل ما تشوي زروفه. بالزبط. في التغيير الاخير البعض كان بيبص ازاره هيطلع. ولا وليد ازاره يعني ظهر عليه قصة الشد. لكن وليد صعب جدا يلعب على الترتان ومكمل المباراة. لكن هتطلع الدماغ اللي بيحرك. ولا هتطلع اللي ممكن لو راح بواحدة. وهو اساسي فيروض هو اللي يروح. ففي الاخر الراجل طلع وليد وصاب ازاره. لان هقول لك حاجة. هو انباراة كتريت مستر كتيرون مؤتمد على ديئة هي. مؤتمد على قافل ملأة نص ملأة كويس قوي. ومؤتمد على الباص الطولي من وليد لوليد. وحصلت منتهى الجمال. كورة الوليد لوليد ازاره اللي اتعامل بالعارض الحمودي. طبعا الحصد وحش الحارس طلع كويس قوي. وهو حصد وحش فيها. انت متخل لهاب الكورة لو دخلت هدف. كورة تحط على طول ولا يقف عليها يا راية. لا ما يقفش. بس يتحطش كده. لازم كتاها على سن. لان هو جون جاي نام على الارض. لكن هو حطاها يعني على الارض. لكن هي لازم كتاها على سن. لكن هي اتعامل حلو قوي. وهو ده اللي كان بلعب عليهم حسن الجملة في المباراة. حلوة. 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 ممتعة. ممتعة. هي دي جملة كما اتمرنا عليها على فكرة هنا. هنا. ما قافل كويس قوي. من وليد لوليد التكملة لحمود ازا كان اسلام. هي دي لها زيد. وهو وليد اظهره كان لازم يبارح يكمل عشان حتة دي. سراعات ما شاء الله كويس قوي. وعمل مشكلة ليلة اتنين المساكين. ما ينفعش يتساب. نداية ساب هيبقى واحدة خلاص انفراد لحمودي. فبقول لك تخيل كتا يا هاب لو كورة حمودي كمان دخلت من بدري او كتا. ايه الشكل بتاع الملعب او ايه شكل مبراه. كان هات غير طبعا. فهو فيه حاجات على فكرة المكسل مش جاي او التقاهل مش جاي حظ. لا فيه ناس بتشغل وناس تعبت. وناس شغال على حاجة معينة. وناس تعبت جدا. وناس جات على نفسها زي وليد سليمان يلعب على تردان. زي. وانا عارف بتعبه جدا. وبيكمل. احمد فتح جاي من اصابة بيكمل. وليد سمانة بيلعب. لا الناس كلها بتضحي. كله. بص يا هاب الناس كلها. ما شاء الله. بخمسين في المية من قوام الفريق. جاي من اصابات. بس. وثلاثين في المية تانين داخلين على يعني ربنا. ده 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 اللي هو الناس كتير ما تعرفش. ان انت مش كامل. بدنيا في خمس لعبة في الملعب مش كاملين. بس ما ينفعش ملعبوش. عشان دي مورب تاعت الناس دي. تاعت اللعبة دي. ما ينفعش الاجواء دي ترمي فيها حد صغير. هتتعب هو هتحرقه بدري. لكن كل التحية الكل مبرح اللي قده في المورة. خطأ يعني واضح فيه ضغوط على حادث الملمى واجواء المباراة. ولكن بتحصل. لكن هو الخطأ ده صعب المباراة شوية. هو مش ضغطا لمباراة. هو شوية هدوء المباراة. الهدف اللي احنا جبناه. المؤنان زياد. بس. هي دي اها. اللي احنا. اصلا انت كل مصر كل دي بتتكلم بقولك ايه. لو جبنا هدف هناك. الموضوع انته. خلصت دي. فيه. ريحه. بس. برافو عليك. ريحه. ريحه في حتة الشناوي بتحصل معلش مش مشكلة. ريحه في حتة الرخابة في الهدف التاني. الرخابة في الهدف التاني برضو كان فيها شوية هدوء. اه مش هيحصل. هما يجيبوه فيك اربعة استحالة. موضوع قفل. هدف وليد سليمان نهى الموضوع تماما. لكن يؤخذ على اللعيب ان فيه شوية راحة حصلت في الملع. راحة دي كان لفتك هدف في التاني. في عصبية زيادة. في الجمهور ما عنده امل. في شد. اه مش هيحصل. لكن شدت نفسك بلا داعي. الامور كانت المفروض يأهب بعد الهدف. انت خلاص استريحة تماما. سيبه هو مجدود. سيبه هو عصبي. لكن راحة بس راحة ايجابية. بتركيزك بس انت خلاص. اللي انت عايز مباراة حصل. في المقابل اه لان المباريات وكرة القرم. ما بتعرفش غلقة الاهداف. في المقابل اه فريق الترجي. الدنيا لما زنات ادر. ادر يعني في مباريات ممكن الدنيا بترجع فيها تاني. لاش انا انا بقول لك فيه 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 تجي في المباراة اتنين اتنين. على ارض الترجي. رجع ما هيديك ورد القدم. ترجع. لكن ان برحل. لما تقدم المنافس اللي جاي على ملعبك اول اغسطس تقدم بهدف خلاص. وكده يعني ريح الجيم تماما. تمام. وبعدين الترجي بيتعادل. بعدين بيكسابه اتنين. بعدين اول اغسطس بيتعادل. بس. ده بقى خلاص. كده المباراة المفروض انتهت. بس هنا بقى روحك. روح اللعيب وشغل اللعيب. وجمهرك اللي بتشجعك مبارا. عارف تحس يا هاب نفس جديد حصل للماتش. نفس تاني خلاص لا ما ينفعش. تلاتة اتنين اربعة اتنين هو اللي تأهل. هو دي لقى كورت القدم. لكن انت عايز تقول لي مسلا كان ممكن يحصل مبارح كده في الناد الاهل. صعبة شوية. لا لا مش عايز اقول كده. عايز ايات وفي قبل النهائي كله بقى مجر. عايز روح. عايز اقول فرقة زي اول اغسطس بره ملعبها. فرقة افريقية الفرقة افريقية بره ملعبها بتهجمش بشكل كبير ده. بتدفع على طول. بتبدأ بالتسجيل وبعدين بتتأخر بهدف. بعدين بتتعود بهدف. في ظل اخطاء رهيبة لحارس مرمى المنتخب التونسي. نفس القصة. يعني انا خطأ هنا. هو. والدنيا رجع بشكل تاني. بالضبط هو. خطأ حارس مرمى لا يختفر. ما بقولك غلطت الشاطر بميديون. شنايو حارس مرمى اتراج التونسي مبارك. دايما اهاب. اما كنا عايز تكسب انتك فريق. اشنا كي بقولك انا ايه. وما كنا بنتكلم قبل مباراة بقولك. هم عايزين يكسوي اكتر من هدفين. فانت المساحات موجودة. فانت لو لعبت على هدف. كل الكلام ده احنا قلناه. والحمد لله اتحقق بهدف وليد. والامور اتصعبت عليهم. وحصل اللي حصل في مباراة مباراة والتسلسل الاحداث. لكن ما هو بقولك ايه. كل مباراة بتطلع منها بفايدة. حتى لو غلط. بفايدة. الفايدة ايه. انك تكسب واحد حتى لو كسبان واحد. تهدى في الملعب. لكن تركيزك زي ما هو. تبدأ مركز. النتيجة سفر سفر. ممكن تحصل ايه حاجة. طبعا. طبعا. حلوة انه في كوردة القدم. لحد اما الحكم يصفر. طبعا. فيه متشاط بتخلص. في الثانية الاخيرة من وقت الضايع. عشان كده درس ما رح تعلمناه. درس يتعلم وشناه. وطول ما انت بتلعب. وطول ما انت عايش هستتتعلم. على فكرة مش غلط. لو دروس ده لما تيجي في التوقيت دي. وكده كده انت متآهل. مقبولة. جميلة. مقبولة. بس خلاص. انت خدت فنس وتعلمت. بس اللي هي ايه? انا مش اكرر خطأ تاني. ام. بص يا انا بقولك دايما حاجة وفضل اقولك كده على طول. دايما نتعلم من كل مباراة خد الاخطاء بتاعتك. ما تاخدش الحاجة كويسة. حاجة كويسة ان شاء الله تتنمى. نتعلم ايه من المباراة مباراة. مباراة مباراة. مبدئيا كده تركيزك من اول الحكم ما يصفر. لحد ما الحكم يصفر الصفارة التانية. لازم يبقى واحد. لازم يبقى واحد. تركيزك لازم لحد. حتى لو الجيم انتهى. مليش دعوة. خالص. لحد دقيقة تسعين. لازم امركز فيها كويسة او. خلاص. الحاجة التانية فيها وقت كده. لازم انت تهدى تهدى ادائك شوية في المرح. ما تخليش المباراة على ريتم واحد. مباراة المباراة كلها سرعة سرعة. لازم انتهى ده شوية. لازم شوية دولة. يعني تغييرة محمد هاني اتعملت ان بارح ليه? مستكال كارتروني واضح ان في ضغط بقى على احمد فتح كبير. اللعبة كله تنال على احمد فتح. وهيلعبه كور طبيره. احمد فتح بسبب اه اه لتخبرات حمودي مسلا الدفاعية. او جايز. مجهود خلاص تعب. اه. احمد فتح بقى لك احمد فتح بقى له كتير ما كانش بيتمرد. واحمد فتح اصابة. وهم كمان بقى بيهاجمه بكسافة كبيرة جدا. هي مش 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 حد يعني اثر في مسئوليته. لكن هو خلاص بقى اللي هو ايه? لازم بكل هجوم بكل اللي عندي. عشان كده لازم كان يعمل حتة التدعيم عند احمد فتح. والتدعيم مش دفاع بس. كويس. هو كمان طلب من هاني. ان هو يكمل حتة دي لقدام. طبعا. طبعا. يخيف يعمل دي. بس يخيف الضغط على احمد فتح ويخيف ضغط على احمد فتح. خرج شوية التغيير دي. اه. معك. كان لازم تبقى بدر شوية. اه بينا من الاول انهم بلعبوا عنها. بالزبط. وكانت لازم تبقى بدر شوية بعد الهدف التاني كان لازم بدر شوية. حتة ان انا بس هو مستكاترون دايما ان فيه فيه كامل عيب في الملعب ايهاب برضو خبالك مش متطمن مش متأكد اما في حاجة. ما كان عندك وليد ووليد واسلام بدأ اشتكي تلاتة في الملعب. وانت عايز تعمل تغييرة تدعم بها دفاعين شوية. بالزبط. وعلى فكرة مش عيب. اما دعم حاجة اما يعمل تغييرة دفاعية عشان اكسب بها مباراة. مبدئة ان فكورة القدم مش عيب خالص. زي انها في قابل نهاية افريقية. بالزبط ما انا بقولك. بزبط يا مش محتاج اصلاع يعني اه فزلكة كروية. انا بنزل هاني اه عشان اعمل تدعيم احتي لميل احمد فتحي. وفي نفس الوقت هاني بصغر السن ولسه بدنيان كويس. لو هياخدوا الكورة هيطلع بيها وعملها اكتر من مرة. وهبط الاداء خالص بتاع وفاقستي. طبعا كان الشكل ابتدى يعني يعني بعد الهدف الاول الامور يعني برضو كان تمشى في النصاب. بعد الهدف التاني كان فيه صحة بقى عند لعبة. خلاص بقى. رجعت جيمة تشد تاني. رجعت لعبة الاهلي. الاهلاء. تركيزها اللي هو خلصت. الاهلاء بدأتها. بس اهلاء اجابة. فيه اهلاء سلبي يوديك في دعي. ده اهلاء اجابة. لأ لو ما ينفعش. كلام انت قلت وها. ده اتنين واحد. اما انا ممكن في سانية بتاتة واحد. خلاص ده جنين جنوب في مفيش. تلاتة واحد دنيا هي ممكن حكم يبيعك في سانية. في الظروف دي. فنفعش مشكلة. بس الحمد لله. طبيعي ان الحكم يحكم كواش. بس حكم امبارح الجنوب فيخ لازم حييه. بصراح. اهلاء لسه اقول لكم. لازم حييه. بص اهلاء امبارح الحكم والاتنين اللي امانت. اه. مفيش غلطة. ده بتوع اهلاء. يعني هم دول اللي اتحطوا. بالزبط. لان المباراة اللي قابلها مباراة تونس واول اغسطس. اهلاءت. اه. من الحكم اللي فاولة تغضع عن هدف صحيح. بالزبط. بالزبط. لكن حكم امبارح والطعمة الكواسي في الكرطيح. هيليه امبارح. والحمد لله فكرة من حصد لعيبة الاهلي. اه. الاجواء دي اهاب امبارح لموجودة. ممكن تطلع اي حكم عن تركيزه. انا هقولك على حاجة حلوة بقى في النهائي. فضل. النهائي بيطبق الفار. طب حلو الحمد لله. يعني شفت بقى حاجة كويسة. اه طبعا. اه. حاجة مطمئنة جدا. كان اعلى مسبقا. النهائي دول الابطال السندي. هيطبق الفار في المبراتين. طب الحمد لله. فبالتالي دي حاجة. دي حاجة مطمئنة. ده حاجة مطمئنة. لا. النهائي. انا كنت تبقى حالوة. حصلت مبارح حاجة. يعني فعلا لوحد لازم يتعلم من اخطاء. لو نرجع للمسم اللي فات مع التأهل للنهائي الافريقي. بعد التأهل للنهائي. فرين فتح قوي. واللقاءات اشتغلت التليفزيونية. مع الجهاز واللعيبة والدنيا. وكأن الاهل اخدوا البطولة. المرة ده انا شاف الوضع مختلف شوية. وحتى انت اول كلمة قلت اول ما دخلت. قلت لي مبروك. بس لسه. هنقول مبروك كبيرة بعد من خلص. ده المهم يا ها. ده المهم. المهم انك انت. احنا ماخدناش حاجة لسه. انت الحمدل لا تأهلت. لكن لسه الحاجة الكبيرة والحاجة الحلوة ماخدناش لسه. ازاي بقى? ازاي ما احنا في تركزنا في هدوءنا. ان انت هوصل لنهائي ان شاء الله في قمة تركيزي في قمة هدوءي. بعيدة عن اي مهترات. وبعدين في ميزة بقى الثاني دي كمان يا هاب. ما عندكش وقت تتكلم ولا تعمل. ده احنا بنتكلم على مبارات الوصل في التراجي. يعني ما عندكش وقت. اه ما فيش. انت فهم? انت ما عندكش وقت انت هدوء. طبعا. تمرين اه محاضرات تركيزك هتلعب ازاي? اخطاق ايه? ما عندكش وقت تتنفس. فكل اللي انت هتعمله. الحاجة الوحيدة اللي انت عندك الوقت هتشوف. اصابتك عامل ايه? معالجة بسرعة بتحضى لمبارات الوصل. نفس الكسة كانت في مبارات النجم. لكن سؤال مهم قوي. الاهلي يلعب بنفس فرقته في البطولة العربية. اه. ولا يدخل لعيبة تانية. ونفس السؤال هعدهولك قبل النجم هو. وقبل. اه. هو هو. بس مش اخد اجابتك دلوقتي. طيب. طيب. اطلع فاصل. نرجع تاني نتكلم مع الكابتن علي. ما هو بسؤال مهم جدا. مبارات الوصل. هل الاهلي يحافظ على تشكلته الافريقية? ولا اه. يدي بعض الفرص لبعض اللاعبين النجوم الكبار اللي بيلعبه في النادي الاهلي عشان يريح المجموعة الافريقية. فاصل. ونتواصل. اهلا بكم من جديد كل جماهير ومتابعي قناة النادي الاهلي وبرنامتكم المميز دايما الاهلي الليلة بنجدد ونقول مبروك لكل الجماهير المصرية وجماهير الاهلي تأهل الاهلي للنهاية الافريقية وقبل الفاصل كنا بيقول لك كابتن علاء ميهوب. الاهلي هيعمل ايه? كل شوية هتطلع من هنا هتخش هنا عندك بطولة عربية وانت ماشي في البطولة الافريقية. كارتلونه الجهاز الفني. يعملوا ايه? بجد والله يعني الله يكون في عنوم. يعملوا ايه في ظل اللي احنا بنتكلم فيه ده كله? وعندوهم مبراء برضو مهمة في البطولة عربية. الله يكن فرام دي حقيقة. زي بقول لك انا زحمة جدا وكلها مبراءات مهمة جدا. اللي اجارة بي عندك اصابات. لكن دايما انت ببص الاهم. الاهم ايه الوقتي? البطولة اللي انت عايزها. بطولة افرخ. طبعا. بس. بقى انت كل تحضراتك وكل تفكيرك توصل لعيبتك ازاي للمبراءة النهائية سلام مفيش اجهات. وعندك زي بقول لك عندك نجوم كتير جدا في ممكن يقدوا ويقدوا ما بيش مشكلة في الاداء على فكرة خالص. هيقدوا الاداء اللي انت عايزه باسموهم بلعبوهم بكل حاجة. عشان كده. بس هتزود نسب بقى. تفضل. يعني نسب الاصابة هتبقى ازيد. يعني ما هدي ماتشات مش مش ماتشات سهلة. مع مش ماتشات يعني. بس احنا نتفين على على حاجة. احنا بكامل لو انت درداشة بايد عن لو لو انا المدير الفانس. لأ ما ده زي رياحها المجهدة. في المباراة دي. ويلعب ناس موجودة عايزة تلعب. وناس سليمة. ونجوم هيقدوا اداء مقنع جدا جدا جدا. وعايزين يلعب. اتفقنا في المباراة المقصة. فرقة بتلعب. وبرجاوي جاب لك المشهد على الشاشة. وفرقة تانية نزلة. بالزبط. ولعبتك كان جزء في المنتخب الوليمبي جزء في المنتخب الاول. يعني عندك. ايو. ما ده انا مريحك. واتكلمنا انا وانت انا فاكر قلنا ما شاء الله. فرقة تنفل الملاب. بالزبط. ودي الحمد لله الحاجة المريحك استنادي في النادر الاهلي. عندك ناس كتير قوة جاهزة. وكلهم نجوم. وفيهم دايما بقولك انا في حاجة في ميزة. كله عايز يلعب. كله عايز يقدي. حتى لو مباراة ودية. عايزين لا انا عايز العب. عايز ابليع مكان في فريق النادر الاهلي. ودي حاجة مع المدير الفني كارت كويس جدا في ايده. ويقدر انت وجماهيرك بفرغ صبر. ولعبتك. ولعبتك كله. بصي اهاب. النادر الاهلي كله بكيانه. بجماهيره. بكل حاجة تخص النادر الاهلي. عايزة البطولة دي. فانت طبيعي كمدير فني. انا بفكر في ازا يوصل للنهاء ان شاء الله. بقدانان كويس قوي. سليم. كل نجوم موجودين. هو تطمر على نجومي. وليه ما تطمنش كمان ناسها بتلعبش. ده فرصة على فكرة. يعني انت الكلوي انت بتقوله ده اهاب. حاجة حلوة في ايه. فرصة. مباراة الوصل دي. تمنا ممكن كم نجم كده يلعبه. ويبقوا معايا فايدالية. واللعبة جاهزة. بس. بس. اي لعيب النهاردة بيلعب في النادر الاهلي. هيقد في المكان اللي هتحطه. يا اهاب. امنية اي لعيب ينلعب في النادر الاهلي. فيما بالك لعيب موجودة في النادر الاهلي. وعايزة تلعب. اهاب. احمد الشيخ لما نزل ماتش اه اه ترسان ايه اللي حصل. نا قد طبعا جاهز. بس. لا قد ايه احمد الشيخ. اه. ولا كان فينا احمد الشيخ. راجل نزل تحيص ما كان في النادر الاهلي. بزرق. وبالزرق. وبيلعب معهم عادي جدا وهدف. لا الامور ماشى. فالحمد الله انت عندك مجموعة نجوم موجودة جاهزة. احمد شريف مش مقيد افريقيا. وراجل يعني. بتكلمنا عليه. اه. بس. والحمد الله ما بنكلم انت على حد هنا. بنكلم الكلام اللي اللعي بيستهل. اه. ولا بن 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 نافخ ولا بن بنقول اي كلام لا. كل اللعيب بياخد. على قد ما بيدي المجهود. على قد احنا بنشوفه. انا بقول لك لعيب الكرة دايما بتشاف الملعب. حتى لو انت مش شافينه. لكن جماهير النادر الاهلي. بتفهم كرة يعني حاجة ممتعة. يعرفه مين كويس. مين الوحش. مين اللي عايز يلعب. مين اللي نفسه بفرصة. مين اللي مش مش مركز. جماهير بتاعتك ما شاء الله. عارفه كويس قوي. لعيب النادر الاهلي. امكانياتهم ايه. وممكن يقدوا ايه. اكيد ده واضح. واكيد واضح زي ما انت بتقول كابتن ان في اكتر من اللعيب جاهز. وان الاهلي يمتلك فرقتين. لان من الطبيعي انك تحافظ على القوام اللي بتلعب به. خاصة ان 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 النهار ده اي اصابة. وليد ازارو. اسلام محارب. اي لاعب ربنا يحمل لعبة كلها. وليد سليمان بعد موتش كبير او عالترتان. لازم يجي اهدى شوية. طبعا. طبعا. فبالتالي القصة مش مستحملة الفترة دي وما فيش وقت خالص. انت الاول مرة برضو كابتن الخطيب قال ده في مؤتمر عاية. انت بتلعب بطولتين افريقيتين في موسم واحدة. بالزبط. لا احمل مسلم في موسم. ودخلت لك عبطول العربية وعتنسى. لا ما انا اقول لي ما اقول ده انت. ودخلت عددت عدد البطولات اللي الاهلي بيشارك فيها. هو اكبر نادي في العالم بيشارك فيه. قادرك عشان انت اسمك النادي الاهلي. بس. كل حاجة لها مقابل. انت النادي الاهلي. بس. ادي اللقطة ايه طبعا. اه. دي اللي ندي دي اللي بص. وزي ما انت عارف يا برجاوي. اه برجاوي معنا. وانشيلها على طول نفكر. اه على طول. اه. قبلك ما شاء الله يعني. غير الناس اللي كانت برة كمان. فالحمد الله انت الامور عندك. بالنسبة اللي كان من اللعيبة اللي جاهز. لا الحمد لله حاجة. اه ما ما فيهاش قلق يا خلص اه. احنا كل قلق انا نتكلم عنه انت. ان الاسابات اللي حصلت مبارات امس. يرجعوا ان شاء الله يبقى اسابات بسيطة. مع مع الاربع خمس ايام يبقى كل حاجة تمام. عشان المباراة المباراة الاهم. مع كل احترام مباراة الوصل واللعيبة الوصل وكون نادر الوصل. لكن ينتمي بدور على الاهم. الاهم الاول ان شاء الله التراجي ان شاء الله هنا في القهار. ارجع للسؤال اللي انت كنت تسأله لنفسك. لو انت بقى مدير فني. اه بتعمل الحاجات دي ازاي? اه لو انا مدير فني. من النهاردة هقفل صفحة التراجي. متستغربش على فكرة. هبدأ اركز في الوصل. وهبدأ من النهاردة مطار الوصل الحمد لله بالسلامة. هبدأ من النهاردة. اشوف الناس اللي تشتكم اصابات ايه? وابدأ من بكرة. ابدأ. اتابعهم. هبدأ من النهاردة. البدايل اللي موجودة ايه عندي? مين اللي ممكن. مين اللي مش هلعبه? خلاص. اتبص يا اهاب. اجيد مسكاترون وكتب محمد يوسف والجازة الفني. من اللحظة دي. او هم هناك اتفقوا او خلاص القارة واضح. ان مين اللي هيبدأ مباراة الوصل. مين اللي هيريحه عشان مباراة التراجي. وده على الفكرة مش عيب. ومش لازم يريح برنا فريق خالص. ممكن يبقى على ديكة البودلاء لو احتاجه. لكن مش هيبدأ به. لازم يفصل شوية. لازم شوية راحة. خلاص هو عارف. هبدأ بمين في مباراة الوصل. وابدأ احضر لها من بكرة ان شاء الله. فما فيش مشكلة خالص في دي. هو هيبدأ عكام مباراة الوصل خلاص. يعني مباراة مباراة التراجي. مفيش كلام فيها الوقت خالص. كل الكلام الوقت على مباراة الوصل انها بطولة. وقادرك بطولة انت مطالب بالبطولة دي. فكل الكلام ان شاء الله من بكرة هيبقى على مباراة الوصل. اكيد كلها بقى من بكرة على على مباراة الوصل. وهتقفل طبعا الصفحة دي وهتنتظر. الصفحة دي لما تفتحها وانت مدير فني هتفتحها بنفس اللعيبة. ولا هتبدأ بقى تشوف اللعيبة التانية عشان تبقى محسومة من دلوقتي. ولا هتدو يعني مثلا في العيب زي مؤمن ما سافرش. ممكن لقى في اجواءك الفترة جاء ولعيب مقاد افريقية. بلزبط. لا هو مميز والعيب بيفرق معك وحاجة ممتعة فكرة. واحساسي لو كان مبارح كان موجود كان يبقى له دور. طبعا. اكيد اه اه اه. مؤمن النجم كبير وليه دور حتى لو مش بادئ لكن دور ليه دور في من وراه. لكن زي ما كان في انا وانت وانا هو كان مشغول بحيط التجديد وكده وخلصت. مؤمن اكيد ابقى ليه دور الموراة. وخلصت. تقريبا خلصت يعني انا. اه. ان شاء الله خلصت. اه ما هو انت عارف انت كلامك بيتاخذ وخلصت. اه. ان شاء الله تبقى خلصت. ان شاء الله تبقى خلصت. اه. لا مؤمن اكيد اللي دور الموراة قادمة. يعني مؤمن انا متأكد بتفرج على الموراة مبارح. وكان نفس موجود في الاجواء دي في الشغل ده مع زميله. يوصل ان شاء الله انها ايه. فاكيد مؤمن هبقى موجود. كل ده اتحدد ايهاب على اصابتك اللي حصلت مبارح. ويه. الوقت اللي هيتاخد فيه. لكن القوام نفسه موجود. خلاص. القوام نفسه موجود. القوام الفريق ما اعتقدش هي فيه تغيير كتير. يعني مثلا الارباع اللي وراه خلاص. اطمن مبارح ساعد لعب مباراة كاملة على ترتين بعد اصابة. اطمن على ساعد بدنيان كواس الحمد لله. فتح خلاص الحمد الله كله بالي. واذا كان ايمن اشرف وقد اداء هاي الامبرح ايمن من لها بنحد شبال. السلال الحمد لله سليم مع عمرق مع عشور. دول اتنين جاهزين. لأ عندك يعني تمانين في الماء من فرقتك اكيد جاهز. تمانين في الماء اكيد جاهز ويقدي بشكل جويس. ان شاء الله. وتبقى ماسك الامور متطرفين. انت البطولة دي ده محتاجة. بس ما فيش شك ان البطولة الافريقية بقى زي ما حرك بتقول كده. يعني هي البطولة الاغلى هي البطولة الكل مستنيها. زي بقول الحرك وحشنا الاهلي في كسر العاملين. بصبب دي دي اللي بقولك ايه. دي الجهزة كبيرة انت مستنيها. انت عوضهم معاود الناس بتاخد البطولة بتوصل كسر العامل. هم هتعودوا على كده. انت عودت جمهيرك على حاجة اه. زي ما عودت جمهيرك اني الناد الاهلي يبقى فيه بطولة. اه. هي كده المعادلة كده. الاهلي بطولة. الدخل في بطولة يبقى الاهلي هو اللي يفوز بيها. والجمهيرك تعودت على كده. بطولة افريقيا انا متعود اشوفك فيه كاس عالم اندي. لكن بقى لك فترة بعيد. فهم هم عايزين اللحظة دي. جمهير الاهلي مستنيها اللحظة دي. مش جمهير الاهلي بس. جمهير الاهلي. اللعيبة. المدير الفني. الجهاز. مجلس الادارة. كل الناس مستنيها اللحظة دي. عشان كده دي الجهازة الكبيرة اللي انت عايزها. الى جانب البطولات التانية اللي انت مشارك فيها. لكن دايما في حاجة بتاخد بتاخد الانزار كده. اللي انت كله وانك عليها. بطولة افريقيا الوقت. كل الانزار عليها. كل التفكير عليها. ممكن بعض العيبة تفكر. يعني تفكيرها الوقتي ممكن يبقى شوية عن عن البطولة العربية. التفكيرهم ممكن غزبر عنهم يروح لبطولة افريقيا. خلاص ده خطوة. يعني خطوة وعايزين بقى البطولة gå الدرس البطولة اللي Whether you do في الأزهان يا أهل في الأزهان أوصل ومفوص يجيب في الأزهان مع كل ظروف اللي حصلت لا ما تقرأ لا ما تقنعنيش هاي تقرأ مع النادي الأهل مرتين لا لا استحاب لا صعب صعب إن شاء الله يكون خير في لقطة في المباراة لقيت مستر باترس كارتلون متعصب جدا كان في لعيب كان موريد أزروي على الملعب ما طلعوش الكورة أول مرة شوف مستر كارتلون يخرج كده عن هدوء المعتاد وكانه بيقول في حاجات لازم هو نقف عندها دي حقيقة وكان موية أستديح دي في لعيب عندك هاي لازم كورة تطلع بره ما بيدعيش يعني لا وموية مش بيدع لأصابك بس هي دي حاجة تعصب إنك لعيب عندك وقت تطلع الكورة بره الكورة ما نقفل الكورة دي كانت خطرة عليك أو حصل حاجة لكن هي الفيرب اللي هي كورة تطلع بره وخالص عليك دي الحاجة تعصب مستر كارتلون على فكرة توعمرك وشفته متعصب خالص لكن هي حاجات من اللي هي كورة في واحد واحد في الأرض ما تعرفش الواحد ده ليه أو فيه ايه فلازم علاجه بسرعة يعني حتى المعلق الجزائري على المباراة لما الشناوي خد كورتين كده ونزل بيهم قالوا يعني لو فريك متأخر يعني عارف برضه لغم إن هي مدرسة في الشمال دايما بتحب تطول بكورة شوية قولوا واحد عايز لمشي من ورها لهواك هو عايز لعب بسرعة تعال نشوف بقى في تونس الأجواء تعال نشوف الترجل فوزي كبير جدا والروماندادة اللي عملها وإن المباراة تخرج بهذا الشكل بعدما الكل ظن حتى عصام الشوالي هو بيعلق بالمباراة قال له خلاص القصة انتهت فجأة الترجل بينطفت تاني وبيقدي بشكل كويس ونهائي مكرر بين فريقين بيحبوا يقابلوا بعض وبين زميل بنحب دايما نقابله نستمتع به لما نكون بنقابل الفرق التونسية الإعلامي والزميل هيسم راجي مسأل فوليا كابتن هيسم تحياتي وتحاتي كابتن علام يهوب أهلا بيك يا باب أهلا بيك وأهلا كابتن علام أهلا بيك يا باب أهلا بيك يا باب والله يا باب والله فرحة المباراة النهية أشر إتحاد قابل قابل شوف أهلا بيك يا باب أهلا بيك يا باب وندا الشباب كنت عارفت وندا بسكر بقاوة بسكاوة 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 وحشن انت طبعا يا هيسم وطبعا وحشن لمتنا دايما ودايما في حالة خاصة بين الأهل والترجي فرق ومسؤولين وجماهير وحالة محترمة جدا لكن الترجي مباراة استحق استحق إنه يكون موجود في النهائي في مباراة مختلفة تماما مباراة هي الأفضل للترجي في مشواره في البطولة السنانية يا باب إيابة ترجي البارحة كان قدر من وراته كان يظل يقتم على ترجي كان المفروض يقتم لأنه انت تعرف شايدا هو نوسم المئوية ترجي احتفال مورور مئة سنة على سلسل ترجي هذه الأفضل وجماهير الأفضل كلها بساق واحد وكلها على حدف واحد هو رابط الأفضل إنه جماهير الأفضل راحب في حياتي في بطولة وكأس تونس يعني في تونس اللقب الوحيد اللقب الوحيد اللقب الثالث على الأقل في خزينة النادي ومن فهماش من خير من الموسم اللي هو موسم اللامئة وهي إذن الزارح برغم الترجي ما كانت في يوم وبرغم من الترجي الفترة الحالية ما هوش الترجي بتعود بالفنات والتتعينات الترجي بالترجي بترجي يعني معتها بطرات الترجي يكون أفضل ما يكون لكن بطرات الترجي ببعض الاكتجاز على بعض الآعبين خاصة بعض الآبات وبعض الآبات الترجي مهوص الترجي بالتعود الترجي مهوص الترجي بالتقرب في الأداء متاعه ما هيك كانوا ترجي بأربع نقاط فقط الدورة المسؤولية وحتى كانت هزيمة لدى الصفاق يعني الأجواء ما هيش ولا قد الدورة لكن ثرابة الأفضال هو الصغب الشاغل هو الهدف الأول هو الأجساسي كان للإدارة كان للجماهير كان لللاعبين البارح وهدف السفر البارح الترجي كان المفروض عليه الترجي يمر كل الصبول البارح توفرت الترجي على قرية الميدان حتى يكون الترجي يعني بدايت هدف بطل أنجولا المبكر البعض قال خلاص اتصعبت جدا على الترجي وهدف مبكر لبطل أنجولا على عكس سير المباراة يعني قالأ الأمور وقلنا ظروف الترجي كانت صعبة يهب في واحد سفر تقول ممكن الترجي يعود هدف خاصة يكونوا هدف ترجي تمام خريبا بعد 8 بعد 10 تقال ترجي هدف وعدد هدف هدف ممكن يفيد هدف هدف لا يوجد مشكلة تمام ترجي يقبل هدف ثاني هدف للتعاطف رجل ثاني المتخب للبريق الأنغولي صراحة لما بعض الجماهير يغادر الملعب يعني أيضا لكن الجماهير الوفية للترجي رجل كانت إصرار كبير للكبت المعين الأشعباني على تلكة المدلاء وكأنه اللاعبين أعطاه حماس الداعبين وكأنه هما روح جديدا لأنه معين الأشعباني كانت مباراة شهيرة ترجي تقريبا وقت الرجل كان مفروض عليه تجهز 4 هدف يا مباراة شبيها نفس السيناريو بالضبط نفس السيناريو اللي اختلف فيها فقط كونه محيز كان اللاعب الفارح كان على دفت اللاعب كان هو التدرب الترجي هذا للأدوستي وهذا اللي حصل تنزيل الترجي خاصة أنه كانت مع بعض أحداث اللي أشغب حتى التدرب في الملعب وكأنه التساف سوية أذهان إلى جماهير وكأنه الأمور ما كانت لابد لكن التركيز كان كبير مرشا بالناعب الترجي هذا للأدوستي للأختلاع ورقة الترجي وكانوا جاوس التحداث ورقة الترجي ورقة الترجي نهائي نهائي سنة الناس كل هو يشمع ضد للنجل لأهن لأهن مصري ولو إنه يهي برا وفهم البارح شبهير الدرجل كل البارح صيح معك كابتا علاء ما يهوب هايسم موروك التأهل مبارا هايسم الله يحمي الله يبار كبير ومبروك تادي الأهم ومبروك بالترجم يا رب إن شاء الله قولي بقى جامهير بتفكر إزاي في المباراة والله بالنسبة اللي جامهير أنت عطيتني خطوة سعباية وحديد تقاوة يا كابت إن شاء الله والله يمكن بالنسبة للكونسوليد تونس في مصر وإن شاء الله هل يباعي يكون متبادل يعني في كونسوليد مصر في تونس العاصمة إن شاء الله لأنه شفنا كماهير الترجم كماهير الأهلي علاقات ممتازة وعلاقات طيبة جدا وهذا دورنا نحنا كإعلام بشيء دول مك إنه هذا ونوص هذا دي حقيقة دي حقيقة صح علاقات متتازة قبل ممتازة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وعلى عيننا وراسنا وأيضا إن شاء الله يكون المعاملة بالنسبة لتفارة مصر يسهلون بأكثر على التفارة حتى الجماهير تكون قادرة وعلى الأقل حتى يدخل الضغط وخفو الضغط لأنه تبسيطين أقولها تقول لك الممنوع مرغوب يعني لما تمنعه لما تقول لا ولما تشط حدوثة في ناتب هكيد تهديد بداية باستفداد ذات لأن الجماهير المصرية بشبكر قولتونس رافضة الجماهير سنوسية رافضة تبصر قولو مصر رافضة إذن بخلينا نكتفل في العرشة ذات بالنسبة لجماهير التراجي البارحة كان بعض طرحة عند المباراة التفكير في النهائي كلهم يعرفوا زايدا وقالوا الأهلي يمروا في أفضل بطراته يقول لهم يعرفوا زايدا وجماهير التراجي هناك عكب على جماهير أكد قولت بالنسبة للهدف التراجي هو المصول إلى النهائي خاصة طرحة قانوا باش نواجهوا النادي الأهلي لكن يقول لك النادي الأهلي مباراة 90 قيقة في طهرة و90 قيقة في تونس أكيد إن شاء الله للأشر هو المباراة تراجي في الفسكة زايدا في هذا اللي كانت تراجي في تونس يظهر لي إن شاء الله المثال إذا في تيرانسي يقول لك جميع دول مفروعة يعني إن شاء الله تردف برهدية كل التراجي تراجي في تحديث شوف التالتة كل نادل أهلي إن شاء الله تعرف احنا نفتتفق في كل حاجة بس بدي مش هنتطبق وإن شاء الله كل واحد يشجع نحياته بشكل طبعا مثالي بحييك طبعا عيسم على روحك مع الجماهير لكن كلام إن المدير الفني للتراجي مش عايز إنها يكون فرادس عايز يكون في المنزة هل الكلام ده مزبوط ولا لسه بادر عن الحديث ده لا لا ما فيش نحن ممكن نلعب في المنزة لأن المنزة ما فيش إنارة بتاع الملعب المنزة هاتشالة يا بوب والمنزة غير قادر على أشياء المدرجات غير قادر على جديد أكثر يعني فرادس إن شاء الله لا فرادس هذا أكيد يعني فرادس درة المتوسط فرادس وإحنا إن شاء الله الحمد لله فرادس ما بنيلاش يا كابتن هايسم إن شاء الله لا نعم نحن نجربوكم ما إحنا أنتم أخواتنا أو زياد لا إحنا بص يكفي يكفي هذا الشعور المحترم والطيب منك يا هايسم وطبعا منتظرينكم تيجوا يعني تشرفوا وتنوروا في بلدكم التاني وقبل من شكرك أنا والكابتن علامي هوب لو حابب تضيف أو تتكلم وتقول أي حاجة إن شاء الله الكلمة الوحية كما قلت يا بوب إن شاء الله يتعدى عورب كما تعودنا به بين الأهل المصري وترجل يتموتي وفقط الكلمة الوحيدة والله شاء تقلعي هالح حتى المعتنى الكلاب اللي كانوا جماهير ترجل مارح كله ونحن خارجين الصلعة وكلهم يأكدوا بشاهرة فيهاية يقول أكدنا خلي يعطيونا بيضوات أكثر خلي يعطيونا تأشتيرات للمصر لك هذا هو النداء الوحية لجماهير ترجل هي أكثر عدد ممكن من التأشتيرات إذن كان لجماهير ترجل للقاهرة أو لجماهير أهلي بمصر إن شاء الله إن شاء الله السياسة المرة هذه تقرب بين جماهير ترجل وجماهير أهلي مش كما تعرف لجمارات التابقة إن شاء الله هايسم أشكرك يا هايسم شكراً يا هايسم طبعاً كلام محترم هايسم الرجد يعني خلاص يعني إحنا مع بعض يعني دايماً سيكون هنا في الأهل يا أمه هناك في تونس والناس بشكل يعني يعني في تواصل كبير جداً الجمهور على علاقة خاصة الإعلام يعني الإعلام حسناً يا هايب مش أول مرة في تعود خلاص عايسوا الجمهير متعودة وفي راحة في راحة ومتعودين على بعض وبصراحة الاستيبال هناك بقى محترم جداً واينا طبعاً الاستيبال هنا بقى محترم جداً حاجة حاجة محترمة الجمهير تونس على الجانب الآخر أكيد الجمهور المسلم بروح هناك نفس المعاملة وحتى عيسى بقول لك نفس المعاملة بنشوفها في تونس نفس المعاملة توقف في القاهرة ما فيش فرق أهاب وتحسين الجميع عرفوا بعض لعزينا حيّر رعا جديد وخمس رحلات طيران لجمهير الأهل بسطول طالع بفضل الله إن شاء الله إن شاء الله قد حاجة كويسة طبعاً يعني بداية كلها مبشرة هي بداية حلوة وهو نحس بيعمل الموضوع ده هو فرحان هو بسوط هو محمد كمان فرحان بعقده مع النادي الأهلي واضح في كل خطوة في كل كلمة في تحبيرات وشه في كل حاجة حصلت هو فرحان نعمل بس إن شاء الله نتأهل إنهاي وفيه مفاجأة أهلت الحمد للإنهاي قال لك خمس طيرات هنقله جمهور النادي الأهلي بريجنتيشن بتشتغل عدامة عن رعاة في حاجة يعني حاجة هوية أول محترمة جدا جدا وبادئ معاك دي البداية بس يعني بقولك ده أنا بس بسم الله الرحمن الرحيم أنا ببدأ بس معاك بخمس رحلات لإن شاء الله النهائف تونس فطبعا دي حاجة مبشرة جدا أنا بقول لك هو فرحان تونما البناء ده فرحان أو الشخص فرحان هيعمل كل حاجة كويسة هو عايز عايز بديك قدرك برضه هو شايف قدرك كبير هو قدرك كبير قوي بس يا هاب مهما تعمل مهما لا احترمه كل الاحترام صلى الله عليه وسلم محمد كامل واللي عامله للنادي الأهلي شوية على النادي الأهلي هو الراجل بيعمل كل ده ممطلق حاجة مقدر يعني إيه النادي الأهلي بس لما بتقدر حاجة بتقدر حاجة أنت بتعمل كل حاجة عشان تقول أنا بحاول أحاول أوضح قدر النادي الأهلي ده قد إيه فهو بيحاول بيحاول يعمل كل حاجة كويسة للجامهير النادي الأهلي وطبعا كل الشكر والتحالي فعلا كل الشكر والتحالي على أول حاجة بيعملها مع النادي الأهلي طبعا كل الشكر والتحالة والبرزنتيشن ورئيس مجلس الدراء والأستاذ محمد كامل وكل رجال على فكرة ودورهم الكبير لكن اللقطة حلوة اللقطة حلوة النهاردة قبل مباراة القياب بشكل كبير جدا بتتكلم وبتقول خمس طيالات بتأهل بالناس بتخلي الناس تستعيد نهاردة شفنا قيمة الجامهير وحضرك قلت عليها شفت مباراة التراجي عاملة ازاي قلتلي مش أي جمهور يحرك من اتنين اتنين وقصة منتهى ومباراة خلاص بتضيع إلى اربعة اتنين بزا الجمهور ده جمهور ده تدخل خارجي تدخل خارجي للجمهور نفسه لا لازم ما ينفعش ما تأهلش على ارضنا هو ده جمهور جمهور الكور واسم محمد كامل عارف حتة معنى الجمهوري مع وجود ازاي وذو كنا بقى نتكلم على البرزنتيش محمد كامل كمان سيد عمرو وهبي كمان راجل طبعا ممتاز بيشتغل شغل جميل جدا 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 ومقاش في الصورة دايما لكن هو ازا مالكاو مخلص لا مع الشخصية شخصية جميلة وممتازة وحاجة راخية جدا طبعا لكن زهب أقول لك هاب هو بادئ كده لهو مفاجأة المفاجأة البداية كده البداية خمس رحلات لجمهوري النادي الاهل عايز بلنادي الاهل موجود بجمهيره هو عارف خيمة الجمهور في الاوقات دي عاملة ازاي وجمهوري الاهل طبعا نفسها كل جمهوري تروح لمباراة ترج ان شاء الله ان شاء الله ارجع واقول ان المباراة دي تحسن من هنا من مباراة الزهاب مباراة الزهاب تشوفها ازاي مباراة بقى صعبة دايما صعبة في حاجة دايما بتفكر تكسب المكسب المريح فعايز هدف بدري بتفكر ازاي تبقى انت الضاغ بتفكر ازاي تبقى انت اللي بتهاجم بتفكر ازاي انا عايز اجيب هدف وهدف بفكر في التاني هو ده صعوبته مبارا دايما بتقى في القاهرة أو المرة أقولها أن أنت عايز تسافر تونس أو أي بلد النهائي بتبقى أنت مستريح بالأهداف الأحراسات في القاهرة زي وفاق الصيف 2-0 وهدفك تفضل لكن 2-0 بالنسبة للنادر قاله كبيرة فأنت دائما تفكيرك اللي بتفكر فيه هنا عايز كم أهداف كبير إلى جانب كمان ما استقبلش أي هدف لأنك استقبالك لهدف بيصعب عليك الأمور فإن شاء الله يا رب يبقى أهداف هنا مطمئنة تسافر إن شاء الله وإن سيبقى الأمور واضحة قدامك إن شاء الله تكون الأمور واضحة وإننا في صعبات كثيرة جدا لكن هو متش نهائي خلاص في تفاوي فرصة ترحيح بعض الناس أنت مش عايز تتجذهم وفرصة تراي تشوف لعبتك تطبيهم فورمة تاني لكن ما فيها مشكلة مشكلة بس عارفي يا هاب النهائي دي ان الظروف واحدة التراجي كان خارج ووصل للنهائي فتلاقي دفع المعنوية اللي واخدينها التراجي الوقتي عالية جدا بجماهيره بقدارته بلعبته وده يحسب ليهم نفس الكلام عندك كان مبارح مبارا صعبة جدا مبارح وتأهلت جماهيرك لا جماهيرك كبيرة وعايزة البطولة وبلعبتك والجهازك الفن مجلس قدارتك فالظروف واحدة خلينا نروح لك للكفة بقى في المبارا مبارح شفنا خطأ في عرس المرمى هنا شفنا خطأ هنا وشفنا بعض الأخطاء الدفعية هنا وشفنا تفوق في خط الوسط في التراجي وخط الهجوم كذلك في النادي الأهل يعني تحس ان الأمور متقاربة بشكل كبير جدا الأمور واحدة في كل حاجة هات نفس شعور الجماهيري هناك كده نفس اطموح اللعبة كده انا عايز البطولة وانا كلما لعب النادي الأهل اخصر بطولة لا انا عايز البطولة فهي بتحس ان كل حاجة متشابهة الفرق الوحيد 90 دقيقة هنا 90 دقيقة هناك ان شاء الله يا رب على خير والنادي الأهل يطوق البطولة 90 دقيقة اللي هنا اكيد ما كانش يعني يعني يظهر بالشكل الكبير ان قبل نهاية أفريقيا الأهل يلعب في استاد السلام بعيد جمهوره مش معاه ما كانش فيه جمهور للنادي الأهل لكن اكيد مباراة النهاية يعني محتاجين جمهور مصر كل جمهور لا لا قد ايه شوفنا الجمهور مؤسر بالزبط لا مؤسر كمان فين في التراجع أكتر طبعا ومؤسر مبارح في أداء لعبة وفاق ستيف طبعا وهقول لك حاجة يعني وانت يا كبتن بتتكلم في وفاق ستيف هنا وبتقول لي اتنين وضيعنا لو الجمهور موجود الموضوع كان اختلف تماما وانت بتلعب يعني يعني من غير جماهيرو بتجيب جنينو بتضيع لا كنت حسمت من هنا حسمت من هنا انا عايز اقول لك اللي عبتم فاق ستيف لما نزلوا كمان وشوف الجمهور في ملعب دوتهم اريحية سهلة جدا لهم بدأوا المباراة هنا ضغطين ضغطين بالزبط تهمني فالاريحية ما فيش جماهير وهم عارفين خدمة جمهور النادي الأهل عامل ازاي مؤكيد عارفين جمهور النادي الأهل قديه مؤسر طبعا قدامنا وصول البعثة هم وصلوا للسلامتهم اللي على سلامتهم كده وهم يعني وصلين لمطار القاهرة وطبعا جايين عشان يجهزوا جايين راحة النهاردة بكرة طالعين الساعة السبعة الصبح بكرة في تمرين بس بص يا هاب راجع بالنهائي اه ارانك لو في حد من اللعيبة او حد شعر بحاجة هو أم حاجة ووصل للنهائي وصلت للنهائي كل حاجة بعد كده بتهون التعب بيهون وحتى لو مصاب انا هرجع بسرعة الفرحة هي السمة بتاعة البعثة وصلت للنهائي فدي أهلا حاجة حصلت في حتة التعب في حتة رحلة طويلة في حتة مسافرين الصبح بقدر فيه الناس عندها إصابات كلام ده كله بتخليه على جنب انا وصلت نهائي أفريقيا ودي لحاجة المريحة طبعا حاجة مريحة جدا واضح لكن كله عنده استعداد يتحمل كل هذه الضغوط علشان يحقق الحلم هو ده الحلم اللي ما عايزين خلاص الضغوط الكبيرة كتنبارح خلاص نفس كده وابدأ أحضر للمبرالة هنا ضغوط جديدة بس بإجابية تبتلع خلاص بقى وصلت خلاص بترقص لخ خطوة خطوة وشايف الكاس خلاص بقى الموضوع بالنسباني بقى سهل انا شايف الكاس قدامي لا لازم إن شاء الله أجيب الكاس أجيبه إزاي بقى بالشغل اللي هيتشغل إن شاء الله في المبرالة هنا والشغل اللي هناك والتحضير أهم حاجة التحضير للمبرالة هنا كويس التراجي هيختلف عن المواجهات اللي قابل فيها الأهلي في المبرالات اللي فاتت ولا هيبقى بنفس السياق لأن برضو حالة التفاول الزيادة اللي في الشارع بزرط أنا دي سعاد يعني مش بتخوفني لكن لازم عندي حرص بالزبط لا الموضوع مختلف الموضوع مختلف بالنسبة للتراجي أكيد مش هيبقى زي التراجي اللي قابل أهلي كده وقبالك التفاول اللي هنا التفاول هناك انت كنت خلاص انت بره بطولة مع التراجي ايه اتنين اتنين انت بتتكلم في موضوع صعب جدا خاصة هو ده اللي بتقدم عليك فالموضوع صعب بالنسبة لك لكن التفاول اللي حصل هناك هنا فيه تفاول بس يتفاول هنا اللي هو موضوع مساهل لا التراجي لا لا خلاص التراجي طول عمره هذا كبير ونهذا عظيم بلعبته بجماهيره وأكيد اللي بتأكد منه لعبت النادي الاهلي محترما الفريق ده احترام شديد جدا جدا طبعا مش خوف لكن احترام طبعا طبعا انا بنتكلم انا وانت حتى مع هيسن بيتكلم لا تحسن فيه امور كتير متشابهة الجماهير النادي عراخت النادي كل حاجة عراخت النادي اسم التراجي في تونس بيعرف يرجع في ملعبه مرة واثنين ويحقق معرضة صعبة الامور متشابهة جدا في كل حاجة كل حاجة لكن زي بقولك انا كل احترام للتراجي كل حاجة لكن احترام ايجابي انا عايز انا عايز افوز بالبطولة دي مش خوف خالص النادي انا بخافش من فريق الحمد لله لكن محترما كويس اولا طول ما احترامت الفريق واحترامت اللعيبة تاخد حاجة ايجابية ما ينفعش ابقى مش مدي نادي التراجي باسمه عريق ده كل الحاجة شايف ان احنا اتكلمنا في استعادات الاهل لمباراة الوصل للتراجي اجواء بقى نفسية الفترة الجاية جمهورك برضو لازم يأهلك بالشكل المطلوب اعلام عليه دور مهم جدا في الفترة الجاية ودينا شفنا على الجانب الاخر كلام محترم جدا من الجانب التونسي من الاعلام التونسي كلهم بتكلموا بشكل كويس واضح من كلام هايزم ان في جماهير كتيرة جدا هتيجي من تونس تبقى موجودة فاكيد في المقابل ان شاء الله الامن المصري والمسؤولين يقدروا يوفروا عدد كبير قوة من الجامهير المصري وكل بس الفترة دي الابراطة ان شاء الله النهائي كلها حاجات ايجابية مش عايز لسه البيت خالص حتى في السوشال ميديا كلها كلها حاجات ايجابية كلها حاجات تحفيز بعيد عن المشاكل بعيد عن اي حاجة خالص واللي انا عارف متأكد منه ان بستكترون وكابتن محمد هيقفلوا على ايه بقى خالص الفترة دي ما فيش حاجة هتتقال كل الكلام هيبقى في المباراة بس مش اكتر من كده في المباراة بتاعت النهار ده يعني اللي هنا الفترة دي جاية خلاص يبقى الكلام في الواصل في الواصل اخلص الواصل اقفل صفحتها وافتح الصفحة التالي بالزبط كده هو ده ده نظم نادي الاهل من زمان عفكة مش من الايام دي من زمان كل مباراة مباراة كل بطولة ببطولة هي دي هو ده هو ده اللي بيفكروا فيه مباراة الواصل خلصوا على خير ان شاء الله وبعدين يخشوا على مباراة التراجي بقى بتحضراتها الكبيرة جدا الوقت بيعد معك سريعا لكن لو حابب تقول اي حاجة لا يا بشكلك جدا والف مبروك لجاميري النادي الاهل ومجلس قدارته ومعابته وزي هم بقولك ان شاء الله يا رب ان بقى الفرحة بقى كبيرة ونبارك ان شاء الله بفوزنا بالكاس ونلعب كاس عالم اندية الطبيعة بتاع النادي الاهل ان شاء الله رب العالمين بعد الموجود الشاخ ده بقولهم الف مبروك وان شاء الله رب نبركلهم في النهاء يا رب شرفت ونوارتك تختم المراري لا يختم انت بقى ليه لا انت لا حيح حتيتك برده طب بس الحلقة جا تقدم انت ان شاء الله تقدم انت الفقرة ونبدأ ندخل فيها نعكس المرة خلاص ماشي لا شك طبعا دي فقرتنا المعتادة كل يوم اربع دايما بنتكلم معاك انا وكابتن علاء يعني بنعلم داردش داردشة كده ودايما بكون حريص جدا ان اقول كل اللي بيدور جواكم كل اللي عايزين تسألوه كل اللي عايزين تتكلموه بشكل بفتفضة كده بنعمله مع الكابتن علاء اللي دايما بيشرفني وبينوارني كل يوم اربع فاصل سريع عشان بعد كده هلتقي الرعاية حديث مهم جدا بعد الفاصل اهلا بكل مشاهدي قناة الالف كل مكان في الفقر على الحوارية الثانية النهاردة من برنامجنا الاهل الليلة والفقرة الثانية فقرة مختلفة تماما في تفصيلتها وفي مضمونها وفي كواليسها دايما النادي الاهلي زي ما بيكون رائد في كل المجالات وفي قطاع قرط القدم والانتصارات والفرحة اللي احنا عايشنا خلال الفترة الاخيرة في مجال قرط القدم تحديدا او في الالعاب الفردية والالعاب الجماعية في جميع البطولات سواء المحلية او القرية لكن ايضا فيه امور استثنائية او قرارات ادارية بتساعد كل المنظومة الرضاية في النهاية عشان تطلع بالشكل الايجاب اللي احنا شايفينه ده ملف التسويق والرعاية من الملفات المهمة جدا اللي بيعول عليها مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بشكل هام جدا للمرحلة القادمة وهو احد واهم الموارد الرئيسية المالية للنادي الاهلي فكرة ادارة التسويق في النادي الاهلي كمان عشان تدور بشكل عملي وبشكل علمي محتاج يكون فيه خطط واستراتيجيات من خبرات موجودة ومن كوادر شابة للمرحلة القادمة السياسة اللي انتهاجها مجلس الادارة في هذا الملف تحديدا سياسة بتعبر عن النتيجة اللي ظهرت بيها خلال الفترة الاخيرة والمفاجآت اللي بالتأكيد اسعادة جماهير النادي الاهلي والجماهير المصرية ويمكن يعني مجالها كمان اتسع لمجال أكبر من كده إلى الوطن العرب وفي القرى الأفريقية وصحفيين كمان في جنوب أفريقيا تكلموا عن ملف التسويق والرعاية اللي انتهجوا النادي الاهلي خلال الفترة الأخيرة معايا في هذه الفقرة اتنين من الكوادر الشبابية اللي عن قدمهم بشكل مميز جدا لجمهور النادي الاهلي في مصر وفي الوطن العربي بدورهم المتميز واعتماد مجلس إدارة النادي الاهلي كمان برئاسة الكابتن محمود القطيب عليهم بشكل إيجابي خلال الفترة القادمة في البداية أرحب به ضيفي الأستاذ أشرف أستاذ أمير توفيق مدير تسويق النادي الاهلي برحب بك أمير وسعيد بهذا اللقاء وبالتأكيد نعرف بعض منذ سنوات وسنوات طبعا شرف لي أهلا بك أيضا كمان ضيفي في الفقرة السنية الأستاذ أشرف فعمر برحب بك في الأهلي الليلة وكلائب للمدير التسويق في النادي الاهلي أهلا بك أستاذ أمير قصة كبيرة ملف التسويق والرعاية في النادي الاهلي لكن لو بنتكلم تفصيلا في هذا الملف فكرة أنك كمان وكوادر الشبابية الكابتن محمود الخطيب يعتمد عليها في هذا الملف ومن خلال كمان الإشراف لدكتور سعدي الشالبي فكرة الإدارة بشكل عام عشان في الآخر المنتج النهائي أو الفاينال الناس تشوف في عقد رعاية ضخم وفي الآخر أيضا كمان عقد رعاية للملابس ومنتجات أخرى تمام تسويقية خلال الفترة القادمة طبعا إحنا كانت توجهه بتاعنا أن إحنا أبوما جديد النادي الاهلي كان كابتن خطير وتورساعد كان عندهم شكل مختلف في دارة تسويق في النادي أن إحنا النهاردة التسويق النادي لازم يكون فيه إدارة كبيرة الإدارة دي بتعمل زي مصادر داخل النادي الاهلي خاري نطاقة الرعاية وعشان كده إحنا موجودين إن الفترة الجاية إن شاء الله حتى الساقشون بتاعنا بيكبر واحدة واحدة برضو كلها فيه شلاب فترة الجاية مثلا من نتكلم في سنة مثلا في العشنات إحنا أكبر شوية يعني أنا أشرب برضو أكبر مني شوية صغارين بس الفترة الجاية فيه شلاب جايين معنا برضو عشان لازم يكون فيه كوادر ندل أهلي الكوادر دي بتساعد ندل أهلي نطلع زي ما قلت برضو نطاقة إن إحنا عندنا الرعاية بس الفضائي ده جزء أساسي بداخلنا لازم برضو كون دينا مشاريات ندل أهلي موجودة بتعلي البراند أو الفالي بتعلي البراند الأهلي فترة الجاية طيب أستاذ أشرف عمر يعني أنا عايز أتكلم برضو في جزئية أول جلسة مع الكابتن محمود الخطيب والاجتماع اللي تم لتشكيل إدارة التسويق ووجودك كإدارة تسوقية لكابتن أمير توفيق كمدير للتسويق والأستاذ أشرف عمر كناب لمدير للتسويق بصنا كابتن محمود يعني ألغتنا بتعود لفترة من الزمن أنا من مدرسة الأهرام اشتغلت مع كابتن محمود في الرعاية رياضية كان لها الحظ الحمد لله أنا اشتغل في عقود الرعاية رياضية من أول ما ابتدت كابتن محمود كان على على وشك اللي هو توقيع عقاد الرعاية بتاع صلة عندنا عقاد الرعاية جديد وبمبلغ كبير ومحتاجين معنا خبرات وحنا دلوقتي بنعمل إدارة ودكتور سعد موجود معنا بصراحة قال لي كل أسامي الناس يعني حاجة مشوقة لوحد يدخل يجرب فيها بالنسبة لي كان تحدي جديد أن أنا أدخل فيه وقابتن محمود طبعا في القصة حاجة يعني بالنسبة لي حاجة كبيرة جدا وأنه يطلب أن أنا بقى موجود معايا أنا بصراحة ما أتأخرتش وخبرة كمان في المجال بالزبط كده أنا ما أتأخرتش بصراحة يعني أنا قلت له أنا معاك من قبل ما أتكمل أي حاجة بالحطة اللي حراتك عايزني فيها مس فأما اجتمعنا بعد كده بالتشكيل اللي هو دكتور سعد وأمير وأنا يعني كل حاجة موجودة طريبا دكتور سعد العلم موجود الخبرة موجودة الطموح الحمد لله الحاجات دي كلها متوفرة مع طبعا الدعمة بتاع كده محمود مجلس الأدارة والناس زمائلنا بصراحة أنا بقايا معاهم دلوقتي ثلاث شهور تقريبا يعني مش هزول حاسة نانا في بيتي طبعا طيب كابتن أمير توفيق أنت مش غريب عن النادي الأهلي يعني الأستاذ أشرف عمر تكلم أنه كان بدايته بالتأكيد في الأهرام وخد خبرات كبيرة جدا وتعامل مع الكابتن محمود القاطيب في هذا الملف لكن جزئية أنك أحد أبناء النادي الأهلي في مجال كورة القدم وكنت حارس متميز لكن سوق التوفيق ما كانش بيحلفك في الفترة دي لكن الحظ إن شاء الله يكون معاك في ملف آخر ملف التسويق انتقالك من ملف في كورة القدم لملف التسويق وخط خبرات عديدة خلال السنوات الأخيرة ثم تعاملك مع المجلس الحاري بلس كابتن محمود القاطيب والملفات اللي بتشتاول عليها في التوقيت الحالي شايفها إزاي وأهم الكلمات اللي في الاجتماع الأول مع الكابتن خاصة أنا في الأول أنا بطلت كورة من حوالي خمس سنين انت أمام الطبعين اللي هي بطل كورة بيتجه لتدريب على بطول أنا كان لأكنت عندي موضوع مختلف شوية أنا كان من زمان الماركتنج أو سبولس ماركتنج بالنسبالي كان حاجة كانت مهمة شوية بالنسبالي كون مركز فيها جامل بطلت كورة خدت سياريس ديبلومة في سبولس مانجمنت تبع الفيفا ودرستها خلصتها جيتنا للأهلي فترة صغيرة بعد كده اشتغلت في شركة تسلل بعد كده جيتنا للأهلي من حوالي من حوالي لأشرف من أربع شهور كابتن أول كلام بالنسباله ان احنا لازم نكون في إمتن الأهلي إمتن المكان اللي احنا فيه ان احنا لازم نحافظ على المكان ده ان احنا لازم نكون في سرية في تعاملاتنا لالحاجات الأسسية كابتن كان أول حاجة يعني احنا بالنسبالنا أمن ابني شخصية قبل نكون بن ابني يعني ابنهم ككادر الشخصية الأول ناد الأهلي لازم نكون منحافظ على الكيان ده قبل أي حاجة فالحمد لله احنا لاتنين عندنا نفس التوجه ده برضا ان احنا بدأي اللي حصل آخر فترة ان احنا خرص كل حاجة مقفونا ناد الأهلي احنا فيش كلام بره خالص البيت ما عارش احنا نعمل في الشغل خلط طبعا دي حاجة حاجة بزنكت مهمة جدا ده من قصير احط كلمة السرية دي نجحت فيها ملفات عديدة خلال الفترة الأخيرة بالذات الحمد لله احنا زي ما يدنا في المكتب شخصيا ما كانش عندهم فكرة بأي تفاصيل لسه الملف داخل نتكلم فيه بالتفصيل بس انا باتكلم الإطار العام اللي الكابتن محمود الخطيب الاصطناع عندنا في التسويق لو حاجة بتعرف لو مثلا نجيب سبانسر وسبانسر التاني اعرفي حم نتكلم في أرقام معينة بيدربنا فهي الموضوع كده بالزبط نفس نفس فكرة تلاقيها بالزبط أهم النصائح اللي كمان قالها كابتن خطيب لكم في الاجتماع بخلاف الإطار العام اللي قاله كابتن أمير التوفيق مرحلة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة كمان الاختلاف العامل ما بين المؤسساتين ما بين المؤسسة دورها أعلاني بشكل أساسي الأهرام والأهل بالتأكيد مؤسسة ريضية بتشمل بقى كل هذه الملفات وعندك إدارة بتطمح أنها كمان تعمل عقود مختلفة للأهل خلال الفترة القادمة لا سؤال صعب جدا صراحة هو مركب بس بسيط بص حارتك هو الطموح موجود بزيادة يعني أنا يعني لو ربنا كرمنا إن شاء الله وكملنا بعد العقد دوت هيبقى عندنا تحدي كبير يعني أنت دلوقتي يعني عملت بنشمارك حلو أوي في السوق العقد الجاي أنت مطالب برقم أعلى من كده ودي تحدي كبير لأن أنت أورادي دلوقتي أنا بدأت تشتغل مع ندي الأهلي من أيام ما كان تقريبا بمليون جنيه في السنة لحد آخر عقد حضرت وقت الأهرام كان بخمسين مليون في السنة حاليا أنت تتكلم تقريبا في مية خمسة وعشرين في السنة شايف الأرقام طلعت زي قدام الأرقام دي طبعا فيه حقوق فيه التزامات موضوع الرعاية تشعب فأنت محتاج فيه محتاج دقة محتاج تركيز زي ما أميل قالك السرية أن المعلومة اللي بتطلع ممكن تقول معلومة بحسن نية تتفهم في حتة تانية أو تلاقي الدنيا رحت منك في مكان تاني خالص فمش عايز أقول أنت بتشتغل تحت ضغط بس أنت فعلا مطالب أنت تبقى على مستوى الحدث إيه؟ عايز إيه تاني أقولك إيه تاني لا أقولك إيه تاني طيب كابتن أمير وأنا بتكلم برضو في حتة التسويق والماركتينج الكابتن خاصب عنده خبرات عميقة في هذا المجال طبب وإنت بتشتغل معاه شفت إزاي بقى الفرق خلال الفترة الأخيرة ما بين أن أنت كان عندك مشكلة الناس كلها كتخايفة منها ثم تدركت الموقف سريعا وفجئت مصر كلها والوطن العربي بأرقام قياسية وإن النادي الأهلي كاسم وشعار وضعه مختلف إزاي تتركت كل هذه الأمور عشان تحلوها بشكل سريس وبشكل بسيط وتدركت بيوب وأقود أفضل كمان مما سبق عشان النادي الأهلي يبدل ماشي في المقدمة إحنا أول قعدة بعد الموضوع اللي حصل ده إن كابتن تكلم معنا قال لنا إحنا عندنا تشقين شق قانوني وشق تجاري أنتو تتغبر القانوني خلاص مكوش دعوة إحنا محتاجين نشوف الحل التجاري للموضوع فتشكرت لجنة اللجنة دي اشتغلنا على الحلول اللي موجودة كان عندنا تلات حلول وكانوا في الأقلم كله كان حتى كان دونك توضحة بالنسبة للناس كلها يعني بشكل كبير عرفنا السوق بيكلم فيه عرفنا السوق أرقام عامنا إزاي نوصله طبعا الريبورت باللي حصل ده كله خلاص إحنا النهاردة ما نيجي نتكلم مع أي رعي موجود إحنا خلاص عاكين أرقام السوق فطبيعا إحنا أرقامنا هتعلق إحنا النهاردة عندنا عد الرعاية كان القديم كان من نصف مليار النهاردة إحنا نتكلم في 510 20 مليار سوري مليون تمام مع إن إحنا في ربع الموسم هو خلص يعني ربع الموسم ده إيه خلص اللي هو يساوي لو نتكلم ماديا 31 مليون جنيه لانت كنت خلاص العادي الأوليني في شهر ماي أو شهر ستة الموسم لا إحنا العادي الجديد مضانه في 1-8 تمام اللي هو اللي تفسخ الموسم الكورة بدأ في 8 واتلع منه التي 7 مرشات أو 8 مرشات منهم حوالي أربع مرشاتهم فبنتكلم في حوالي ربع الموسم بالنسبة لنا حقوقه خلصت راحت تمام مظبوط إحنا النهاردة اتعاكم على شكل هو أربع مواسم بما فيهم الجزء اللي هو اللي خلص ده فمصدي فده لو يساوي رقم بيساوي حوالي 1-30 مليون جنيه زي ده نحن نتكلم في 20 مليون جنيه ده رقم يفوق الرقم العادي الأديم فطبعا ده الحمد لله كان نجاح للإدارة ونجاح للأشرف ونجاح اللي الحمد لله طبعا كانتنا خطيب دكتور سعد كان فيه سابورت رهيب دكتور سعد راجل في السعودية والراجل عنده جمع وعنده شغل ومع كده الراجل لا هو بيرده في عيوات التليفون صبح بالليل بيساوورت معنا على طول كانتنا خطيب نفس الكلام برضه فعز يكون مثلا انتعبين نكلموا يرد على طول معنا الحمد لله ربنا عندها على خير كانت الأفكار متاحة لكم بشكل انتوا تدار تشتعل على الأرض الواقع وتاخدوا كل الملفات بشكل إيجابي انتوا تداروا عندكم الفكرة والاستراتيجي انتوا تخطوها وتشوفوا التنفيذ كمال على الأرض الواقع أول ما يكون السوق إدانك واضح وكل حاجة بالنسبالك واضحة ومكشوفة بس فكرة قعدوا خمسين مليون جنيه عشان كمان تقنع الشركة الجديدة لماعك خارجت منك وقت ومرهود التخطيب التخطيب هو التخطيب الاخر طبعا هو الرباني الكريم دي الخبرات استفادة مهمة جدا كمان بجانب عملكم ككوادر شبابية في دارة التسويف الأهل نوسى فادم عن حضارة كابتن حمود فكذا موقف قبل كده بوقت الأهرام حاجات بصراحة إعجاز يعني لو حاجتها لك مشاكل وحاجاته بتاع مجرد التواجد بتاعه يعني يا جماعة إيه المشكلة يا فان مفيش مشكلة خلص حارتك وجودك شرفتنا طب يا جماعة بالنسبة للمشكلة اللي جاي لا با فيهم مفيش مشكلة خلص تعركتش رب إيه فإنت بتكلم فإني كاليبرتيل قوي كنجومية كشعبية كقدر أقول برضو علينا هو خارج مدرسة الأهرام اللي هي بدأت الرعاية أنت أول عقد رعاية في مصر حصل سنة 98 الحمد لله أنا كنت سعيد الحظ أن أنا حضرت العقد دوت وكابت المحمود برضو كان موجود فإنت تتكلم في تتدرج والعقد دي كلها ديتك خبرات جمدة جدا مع طبعا الشخصية عموما لا بتفرق جمدة جدا يعني رقم زي ده يعني معلش محترمي لأ أي حد لو موجود في التفاوض غير كابت المحمود لا كان أنا بتتكلم زي جزيل أمير بيقول عليها أصدفات من الموسم قد كذا المتش تمنه قد كذا تكلفته قد كذا بأنشيل ده من ده بدقي ملحاق اللي موجود وجود كابت المحمود في الموضوع الدنيا بتتبارج لخلص تمام كابتن أمير بخبرات الكابتن الخطيف في هذا الملف وخبراته السابقة لسنوات عديدة القصة مش قصة لعبه كرة بس لا كمان سنوات كتير كان إدارة وشاف مواقف كثيرة في هذا الملف سواء في الأهل في الحالي أو حتى في السابق فعنده خلفيات كثيرة إزاي يقدر يعالج هذه الأمور لكن على المستوى الشخصي لما حصلت المشكلة دي فكرت فيها إزاي وإيه مثلا الأفكار اللي طرحتها أو الكلام اللي اتكلمت فيه مع اللجنة أو مع كابت المحمود القطيب والدكتور سعد شلم طبعا هو من غير تفاصيل جاندة الفكرة بالنسبة لنا كلها إن إحنا كنا إزاي نلحق في أسرع وقت إن إحنا نحل الموضوع بتاع عقدين اللبس والرعاية إنتمان؟ إحنا عندنا ملابس والرعاية الفرقة كان عندها ستوق نقص فإن يجب نلحق بسرعة نلحق الفرقة على طول الرعاية ما عندنا ماتشات تلعبت في الدوري لازم إحنا نلحق برضو فرقة تلعب بالرعاب طعنا في برضو نجاح حصل في ماتش الاتحاد تجاريا بعيدنا إحنا كنا ماتشا ما كنشو ما ما كسبناش يعني بس تجاريا إحنا ماتشا ترناكل لوحدنا تمام؟ طبعا بسابورت بأمريزنتيشن كأوبريشن في ملعب نفسه لكن الماتشا كله إحنا عملنا كل الاثنين بتاع الماتشا سواء مطامر صحفي أو ميديا زون أو الجيد تاعت الدخول اللعيبة أو البول ستاند أو الالأدين تاعهم بالأرطور كله إحنا عملنا الكلام دا كله وكان في وقت صغير جدا كان في ساعات ليلة جدا تلات أيام أو يومين أعملنا الكلام دا كله بالضبط فاتعمل كله حتى مسجز علالي دي كلها على الفيسبوك تكفيش عطل أهلي قناة الأهلي يوتيوب شانل نجمى الرابعة فاتعمل كان الشكل في الآخر الناس لو بغض نظر عن الرعاة الناس شايفة لقى الأهلي فيه ما تشفوش مشكلة قبلها تقال أهلي عم من غير أعنات ومن غير ملعب ويبقى شكل وحش والكلام كله كان بتأخذ بالمنظر دا فده كان النجاح من الزمان اللي إحنا نحاولنا حتى لما كانش في رعا الشكل في الآخر كان الحمد لله كان معقول الخطة اللي بعد كده إن إحنا كنا بنجهز إنه لازم الرعاية يخلص بسرعة جدا لازم الملابس مضوع يخلص بسرعة جدا عشان الفرحة تكون مستقرة أهم حاجة حتى الملابس والرعاية نادي يكون مستقرة برنا وخلص عارف ووضع مش إزاي تمام سيد أشرف ممكن تقولك يكون عندك مشكلة في حاجة فتتدرج بسرعة وتحله لكن جالك مشكلتين في توقيت واحد الرعاية والملابس زي ما قال الكابتن أمير ملفين يعني مش ملف واحد انت بتشتغل على ملفين وبتدرج اللي حصل في ملفين فأسرع وقت عشان تطمن الجمهور الرأي العام الإعلام الملفين تم يعني الاجتماعات كاتماشة زي في الملفين وكل واحد ماسك ملفة وكل واحد كان بشتغل زي في الملفات دي عارف في السي بي لما تيجي تقدم شغلانا بيقولك متعود اشتغل تحت ضغط احنا ما بنشتغل شغل تحت ضغط انت ما بتشتغل في العادي والدنيا سهلة بالنسبية لها بتحس ان في حاجة غلط حتى لو في ظروف الطبيعية عشان تطلع أفضل شي والله يعني مش عز أقولك والله يعني من غير مبلغة الموضوع عادة منتثة لسه احنا بس الصعوبة اللي كانت قدامنا دايما المزايدات بتضطرح في الفترة اللي هي قبل بداية الموسم في مواعيد قانونية كمان بالضبط كده عشان تلحق ما هو انت عشان تلحق الشركة اللي هيرسى عليها ويلحق إي بي ويبتدي الموسم بالرعب طوال احنا المشكلة اللي كانت تتواجهنا ان انت الموسم كان قردي ابتدى بس الحمد لله الحظ خدمنا ان جات فترة الاهلي كانت مرشوط عنده قوي ما بين البطولة العربية وبين البطولة الافريقية فدي الفترة دي اللي قدرنا احنا نشتغل فيها بس انما الموضوع الحمد لله عدد بمنتظر لسه والحلول اللي امير كان بيقولك عليها كلها كانت جاهزة ومطروحة وكنا جاهزين نشتغل في اي توجه بس كنا يعني شورونا على الاتجاه اللي انت عزينا نمشي فيه طيب كابتان امير انا بتكلم في تلاتة وعشرين يوم او واحد وعشرين يوم على انهاء الملفين بسرعة تقريبا في الحدود دي يعني هو اعتبر وطي القياسي على فكرة يعني حتى لو عدنا شهر او شهر او شهر 23 يوم بسرعة 23 يوم لان انا حسبتها يوم من مطمر صحفي لما صحيح كده فاجأ بلاي في مطمر صحفي الاهلي فعدت الايام 23 يوم وقبلها 48 ساعة ملف الملابس فهبدأ اتكلم معك عن ملف الملابس اولا عشان الناس تبقى فهمة عقد رعاية فيه فرق كبير جدا ما بينه وبين عقد التوريد انك تنجح انك تعمل عقد رعاية مع شركة انجليزية ان حتى السابقين يكونوا معاد دلوقتي في التقويت الحالي وحرسين يكونوا موجودين مع نادي الآية لكن الملابس اشتغلت عليها ازاي وانه يكون عقد رعاية ويكون كمان فيه مميزات افضل كمان من العاد السابق احنا ملابس بالنسبة لنا احنا كان لنا نتوجه ان احنا عايزين نشتغل على برانز معين تمام احنا كان معنا كان في سبورتا احنا لوقتي كنا خلاص بعد اللي حصل فكنا نتكلم في لابل معين فيه برانز كانت تخش معنا لها كل الاحترام والتأدير لكن احنا كانت توجهنا كان مختلف شوية اتكلمنا مع الناس اللي هم حوالي ستة برانز اللي هم الكبار تمام فيه ناس كانوا انترسيت فيه ناس كانوا مش قوي فالفالاخر احنا استقررنا ان احنا نشتغل مع امره بعد العرض الفني وبعد العرض اللي هم قدموه الفرق بين الرعاية والتوريد فرق كبير او النهاردة ان شركة بترعاك هو شركة بيه تقدملك لبس مثلا مقابل مبلغ معين تمام لو خدت نسبة اكتر من كده بتاخد نسبة خاصة معينة بعد كده بتاخد انسنتمس على كل بطولة اللي بتكسبها تمام وبتاخد نسبة من باعت الشركة لأي حاجة تخصنا للأهلي عالميا فالنهاردة الشركة مثلا امره هتبيع مثلا تيشرت للأهلي على الانلاين سيستم بتاعها تمام احنا ناخد نسبة منها بتبيع في الخليج نفس الكلام احنا ناخد عشرة في المية من توتل سيلس مش مثلا من اي مصاريف هم ناخد نسبة خلاصة نسبة اجمالية تمام حوالي ستين في المية يعني كامل ستمائة جنيه فالأعداد هتزيد الحالة اللي بعد كده النهاردة ان احنا لما نخلص الكمية بتاعتنا او مسلا نحبينا نجيب لبس نشاط الرياضي بتاعنا او الاهلي ستورز ان شاء الله فترة جاية فاللبس ده كله بناخد بغض وخاص خمس ستراتين في المية من سعر الجملة هتتكلم حوالي ممكن ستين سبعين في المية من سعر البيع ده بالنسبة لنا حتى لو هنبيع في الستورز عندنا انكرم محترم هيجي له لو هنشاط الرياضي هنشتغله وبنوفر ميزانية محترمة نشاط الرياضي او قطع نشئين فالحمد لله هو دي الزريف هي شركة أمبرو شركة محترمة جدا الناس متعاونين جدا جدا لأقصدرجة سواء الناس اللي في منشستر او الناس اللي في دبي او الناس اللي في مصر هم شارين النادي عايزين يرجعوا السوق فترة جاية بشكل جامد فان شاء الله تبقى خطوا كويسة لنا كلنا تمام فيه ارقام كمان مميزة لنك لو فصت بالدورة او بطولات ما هي دي بالزبط دي المكافئات اللي بناخدها لو كانت بطولات بالزبط يعني في النهاية عقد رعاية بشكل جيد كمان في الملابس طبعا لان في بعض الاندية ممكن بيبقى لسه عندها ازمات تمام العقد رعاية وبيبقى عندها عادة توريد لكن النادي الاهلي في وقت القياسي بعد العقد الاول والعقد السابق ويمشي بنفس المميزات بالعكس كمان يتخطى من النظم على شركة عالمية الحمد لله للأهل النادي الوحيد اللي في مصر اللي عنده عقد رعاية ملابس النادي الوحيد اللي في مصر دي عناوين يا كابتن أمير النادي الاهلي هو النادي الوحيد اللي في مصر اللي عنده عقد رعاية للملابس بزبط محتاجين نأكد عليها عشان الناس بس العناوين دي مهمة جدا للناس بزبط الارقام دي طبعا والارقام سبتة كمان طيب أستاذ أشرف فقرت بيت جدا وحنا في النادي الاهلي نتكلم عن هذه الإنجازات الطيبة في وقت صغير جدا الفترة القادمة إيه طرجة اللي يكون موجود كمان عند إدارة التسويق وانتو بتكتمعوا مع دكتور سعدي شلبي كمشرف على الإدارة مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة شايفين المرحلة القادمة بإذن الله في مميزات ممكن نستفيد بيها داخل النادي الأهلي في تسويق في أي شيء داخل النادي بخلاف عقد الرعاية بخلاف عقد الملابس لسه عندنا قطر أخرى خلال الفترة القادمة فيه كم مشروع جديد كده احنا شغالين عليهم بس لسه يعني مش مصروح لنا ان احنا نصرح بيهم دلوقتي بس المفروض ان هم تفاعلي أكتر شوية مع الجمهور بتاعنا دي الأهلي لسه في أرقام إن شاء الله جاي بزبط كده أرقام آه إن شاء الله بزبط أرقام كورسة الناس بقول لك المشكلة ان احنا بنزنق نفسنا في العقد ده العقد اللي بعدها بفيه مشكلة ملينا إن شاء الله لو كان من في القصة دي لا إن شاء الله بزبط إن شاء الله الفكرة بالنسبة لنا إن احنا النادي الأهلي هو براند كبير جدا 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 ده كبير جدا انت أمام لسه فيه مطقة مش مستغلة فيه بشكل ما فإحنا دورنا الفترة جاية إن احنا الناس تشوف حتة المستغلة دي بالزات زي ما أشوف قال في التفاعل مع الجمهور وهترقى جديدة جدا أنا عارب بس مشاهد فعلي كبير بأس إن شاء الله جمهور النهاردة إن إحنا بيشجعون للأهلي بيحبون للأهلي تراجعوا معتشات لكن إحنا إن شاء الله فترة جاية دورنا إن إحنا زي نوصل براند الأهلي لجمهور طيب اتكلمتوا في جزئية وكابتن أمريك اتكلمتوا لمست في حتة دكتور سعد شالمي رجل أكاديمي اشتغل في ملف التسويق لسنواته سابقة ممكن أنا يعني تواصلت معا في شكل كبير جدا كمان في دبي في فترة سابقة عندما استلم الأهلي جائزة لإبداع الرياضي وكان كابتن محمود الخطيب استلم الجائزة هناك في الأمارات لكن دكتور سعد إزاي استفدت من خبراته والخطوط العريضة اللي بتتكلموا فيها في الاجتماعات والاستراتيجية اللي جاي اللي قدرت التسويق في المرحلة القادمة أنا دكتور سعد يبقى ميزة حلوية إنه هو النهاردة الرجل مثلا إحنا مقدم مشروع تمام فالمشروع دكتور سعد إحنا عايزينا رجل قد خطي فمن دكتور سعد طبعا هو يكون لي أول خطوة مع هو على طول الرجل نفسه بيقول رأيه بنعد الواحدة ثلاثة رأيه مش رأيه مسلا مش ديكتاتوري بالعكس خالص يعني رأيه يسمع مننا وفي الآخر نشوف المصلحة اللي عمل ندي فيه ونشتغل عليه الخطوة اللي بعد كده إنه هو بيدي كل واحد حقه جدا النهاردة أمير قدم حاجة دكتور سعد يقول لكتور خطيب إن أمير عمل واحدة ثلاثة أشرف قدم حاجة نفس الكلام فهو الراجل يعني مش عايز مش عايز أقول كلام كبير بس هو من ناس المخترمة جدا 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 في التعامل ونستفيد منه جدا الحتة الأكاديميك بالذات كبيرة جدا بنسبعني في حاجته طبعا يكون لسه نحن ممكن شغلنا ميداني أكتر استراتيجي في حاجات معاينة لكن الحتة الأكاديمية لسه مش وصلنا قوي راجل خبرة بقاله أكتر من الخصوص الله سلام هادل أهلي مع كابتر حسن حمدي وكابتر خطيب فطبعا حاجة كبيرة جدا فهو الراجل لا بصراحة هو من ناس الجميلة يتعرف عليهم فترة فاترة كان أول مرة التقي معاه اتعرفت على دكتور سعد من حوالي سبع شهور سبع شهور بالزبط بس شهور بس الحمد لله من أول لقاء بيننا أولا كان فيه الكيميا كانت رجبة بشكل كويس الحمد لله أكيد أكيد طبعا أكيد أستاذ أشرف تعمل مع دكتور سعد والاستراتيجي لإدارتي التسويق كمشرف على الإدارة بشكل مباشر كمان مع مجلس الإدارة نفس الكرام الأميرة أولو الحراراتك بالزبط الزيادة عليه برضو دكتور سعد هادي قوي أنا يمكن أنني فعالي شوية أو زي ما تقول لي مش هدر قط الشباب يعني بالشاب قوي بس يعني فيه ساعات فكرة كده ببقى مقتنع بيها وببقى داخل بيها جامد قوي دكتور سعد بيبص رؤية أشمل شوية يعني مثلا أول حتة بتاعتك دي كويس قد بس لو عملنا كذا ممكن يحصل مشكلة في الحتة الفلانية بتدي يطرح قدامك احتمالات فتبتدي إيه تهدي من حماسك ده شوية تبتدي تسمع منه طب أنا إيه في الكلام اللي قلته ده مش مظبوط لأ صح ده مثلا كذا طب أنا هغير شوية في الديريكشن بتاعي لأ كلامه صح أنا طلقت غلطان في الحكاية دي طب ما فيش مشكلة خالص وزي ما يا أمير قال لك أكتر ميزة فيه بصراحة يوم ما بتعمل الشغلانة يعني مش هزول بيمشي بيك وسط الناس لو قي فلان عمل الشغلان دي كويس أكتر ماني حاجة تاني خالص إحنا مش محتاجين ندخل في سراعات أمير أحسن ناني أنا أحسن من أمير أنا اللي عملت الموجودة إحنا في الآخر مصلحة واحدة وده حاجة أنا اللي مستقى في النادي بصراحة بمنتال أمانة من أول ما دخلت النادي أنا لمست القصة دي في النادي أنا محتل عبري متعود أنا اللي باخد أجازة جمعة وسط أنا جيت فوجئتني النادي اللي لأتي أجازة جمعة بس عملاني مشكلة على فكرة بس معرف تاخدها؟ لقل أسف لا بتشتغل جمعة بتشتغل جمعات بس حتى لو أنا عندي ولو لحظة يعني إذا علان أن أنا عندي الجمعة أما بصوه على الناس اللي حولها بتشتغل والحماس اللي أما بشتغلوا بها أنا بتحرج أنه لازم أبزي الأناس دي الدخول في النادي الأهلي والتعوبة في النادي الأهلي بأمحب بص عرضك هذه الفكرة أنت النهاردة إن لن الأهلي فعلا بتشتغل أنت عايز تفيد المكان فأنت بالنسبالك أنت فعلا شغال فحاجة كأنه بيزن بتاعك حاجة بتحبها بالذات مش مجرد أنت تدخل شركة وتشتغل خلص بالعكس أنت النهاردة في المكان ده فعلاً أنت عايز تفيده سعب أن نصهر لغاية بالليل جداً ساعات بنسافر ساعات بنروح ماتشاط في اسكندرية ومن باب بره أنت بتاع المكان ده كله وانت فعلاً عايز تفيد المكان فدي لا دي موضوع فيها مختلف فعلاً مجد عن التعامل عايش أسنين فشوفنا حاجات الجوناد الأهلي أنت بتعيش جوه النادي الأهلي وبتشتغل بحب يعني الفكرة بالنسبة لجوه النادي الأهلي هو الحب وما كان زي ما كان يعني زي ما قال كابتن أمير ده زي ما يكون البيزنس بتاعك فأنت بتشتغل في حاجة أنت عايز تنجحها لا وميزة برضو أن حتى أن جوه النادي ما فيش حد عايز أن هو يعني يأخذ اللقطة نهاردة أنت عندك النهاردة النادي واضح جداً فيه المتعدة الساسمي مكتور شريف وقت المدير التنفيذي كابتن محمد مرجان مضبوط هو بيكلمه إحنا النهاردة تعليم قناة الأهلي الجماعة اطلعه في قناة الأهلي مشان النهاردة من أرسل بس أن أطلع أو من عمل تصريح بإسم أمير توفيق أو الكذا لا يعني مش كده محدش يأخذ لا كل واحد بيشتغل لما يتقلوا حاجة بيعملها وناس كلها مرحوا بكلام ده فديل النزو المؤسسي اللي موجود في قناة الأهلي لأ يعني مضوع كبير اختلاف في التنفيذ اختلاف في طرح الأفكار على مائلة الاجتماع نص انت ليك مطلق الحرية تعمله في المجال بتاعك سابورت يعني عندي دعم مطلق من مجلس الإدارة بالكامل بالكامل أول مرة قبلت أول مرة قبلت يعني بعض أداء مجلس الإدارة كان في مارش في برج العرب تمام أنا أعرفهم إسما أنما أنا حقيقة يعني ما تقابلناش قبل كده أما بنتعرف على بعضينا وبالناس بيعرفونا يقولونهم إسمي الترحاب للناس استقبليتك بي أنت بصراح بتتحرج يا جماعة رب أنا يخليكم متشكر جدا يا رب أبقى قد ثقاتكم لا يا فأنت محارتك حاجة كبيرة جدا من نسبان فبجد بتحس أن انت عليك عيب أن انت محتاج تشتغل بأديك وسنينك عشان تثبت نفسك وما تتعامل مع الناس دي وتشوف حبهم للمكان وتشجيع الجمهور وحب يعني الندي بصراحة يعني حي ظاهرة اشتغلت في الأهلي فترة طويلة يعني وقت الأهرام من سنة تسعة وتسعين لحد ألفين وتلتاشر تقريبا مشتغل من عادي الأهلي دوري بينتهي خلاص شغري يخلص رواحت سلام عليك وموضوع انتهى انت زي ما أمري بيقولك انت بتشتغل من غير ساعات عندنا النهاردة مثلا من الصبح في المكتب عندنا ماتش بالليل في بوجر عرب ممكن تروح تتفرج على الماتش أو تحضر الماتش تعمل شغلك ترجع في نفس اليوم أو تبات الأول طبعا كان بالنسبة لي متعبة أو كان غريبة بالنسبة لي إيه اللي بيحصل ده حاليا دلوقتي الموضوع عندنا البكرة ماتش في الحيط الفونية يلا حاضر ما عنديش أي مشكلة خالصة منظومة وكم شهر اللي خدناهم دلوقتي تأخلمنا على الكلام ده بقت ده الطبيعي بتاعنا وأي حد هيجي جديد علينا إن شاء الله هنعمل برضو مع نفس يعني هناخده الغسيل ومكوى السريع دوت لحد لما هتأخلم منظومة للظبط كده للظبط كده كابتن أمير حرك كلمت على موضوع الملابس وأنه عقد رعاية وفي تفاصيل مهمة لأنه حد ما ذكرتها للرأي العام عشان يبقى عارف تفاصيلة هذا العقب لكن السؤال بال الناس كلها بتترحم إمتى الأهل هيزهر بزي جديد نسمبر إن شاء الله الرجابة قاطعة قسمبر نسمبر إن شاء الله بعد شهرين بإذن الله قال يعني نسمبر يعني نكلم ممكن في نص دسمبر إن شاء الله يعني شهر ونص يعني بدون مؤاطعة بإذن الله على الكاس عامل أنديا إن شاء الله بإذن الله بإذن الله الأهل يفوزوا بطولة أفريقيا بإذن الله إن شاء الله الوجهة بتاعنا إن شاء الله إحنا في الكاس عامل أنديا بإذن الله إحنا موجودين بأمر بإذن الله إن شاء الله زي بقى بروفيشنال الناس تشوف حاجة كده جانبية حاجة مختلفة يا رب يعجب الناس إن شاء الله مع القطاع ناشئين ولا ممكن اللي أسرائي؟ إحنا عندنا التوجه في فترة جاية أن الفريق الأول القطاع ناشئين والأكاديمية كله هيلبس زي موحد عشان نوحد الشكل التجاري بتاعنا بتاعنا للأهلي إن شاء الله رياضي لسه للي خطوة جاية إن شاء الله بس الكورة هي تبقى لبسها كلهم أحد شايفتم وحض جمهور الأهلي إزاي في موضوع المنابس أكيد بتشوف على السوشيال ميديا رد فعل الناس تعاقد مع شركة إنجليزية الشركة على فكرة أنا دخلت على الويبسايت بتاحها أكتر من 100 نادي في أنداة كبيرة كمان في شمال أفريقيا وأنداة كبيرة في أوروبا وفي الدور الإنجليزي كمان شركة بتروا 120 نادي من مستوى العالم أبراز من الناس عرفيهم أفرتون في إنجلتورة وستهام هودرسفيلد في ألمانيا شركة بريد بريمن نيورنبرج في هولندا في البرازيل سانتوس وبسكو دا جاما وجريميو في القملة بالضبط فهي هو بي نقوا دائماً حتى دي إنه هو لما قال فكر يخش مصر هو قال نادي الأهلي إنه هو عارف نادي الأهلي هو يفتح له مجال إنه هو يبقى موجود في أفريقيا بشكل كبير جداً ففكرة أمره إنه إحنا الفترة جاية الناس عملوا حاجة مختلفة عن توجهاتهم عمتها بدأ قال إنه هو عارف سوق مصري تبقى غالية شوية ممكن مع الناس يبقى أصلي يبقى مصنعة طاعة الفريق الأول فقال لأ أنا حامل بي و سي بأسعار أقل شوية طبعاً إحنا نكلف كل لو حد عايز يشتري برقم قليل شوية يشتري رقم أعلى شوية بكوالتي أحسن ولو في آخر حاجة ليه أحسن كوالتي اللي موجودة أنا بس بطل من جمهور أهلي حاجة صغيرة بحتة دي أيوة إن إحنا محتاجين بشدة بشدة إن إحنا آآ ما نشتريش لبس مضروب ده مهم جداً جداً عشان تفيد النادي بالضبط جداً إنه إحنا اللي أشتري لبس مضروب أنا بأزي للأهلي صح تمام؟ فأنا محتاج النهاردة إن أنا لما أجيب لبس أجيبه من عندنا كذا طريقة ممكن نجيب منها تمام؟ عندنا إن شاء الله فترة جاية حنبيع الأونلاين على الواب سايت عندنا في اللبسة عن الأهلي تمام؟ عندنا فترة جاية إنتر سبورت ده الموزع المعتمد لأمره في مصر الفترة دي تمام؟ 17 فرع في القاهرة أسكندرية ممكن نشتري منهم الفترة جاية إن شاء الله أهلي ستورز نفتحه الفترة جاية بشكل جديد إن شاء الله فبرضو أهلي ستورز من جود تمام؟ أمره الفترة جاية هتفتح بنفسها في مصر إن شاء الله فبرضو حكي الأهلي مودة فيها فأتمنى إن إحنا الفترة جاية الجمهور ما يشتريش حاجة غير عن طريق منافس دي وإن شاء الله يكون في أسعار برضو في إيدة الناس كلها عشان يبقى الموضوع في الآخر ما يقصرش عن نتا عشان جمهور الأهلي يستفيد وإحنا يهمنا جمهور الأهلي في المقام الأول بالضبط في بطاقة بطاقة المشجع الأهلاوي ممكن حسب ما سمعت إن شاء الله يكون في استفادة من خلال هذه البطاقة اللي بيبقى فيها تفاعل من جمهور الأهلي مع الإدارة مع النادي بيحضر المطشاط يستفيد كمان بهذه المنتجات بالخصم معين؟ طبعا ده جزء صغير تمام؟ في جزء الخصم ده موجود قردي كده كده أعضاء جمالة عمية ليه مخاص 15% على أي منتج منتجات أمره تمام؟ أي منتج من أمره أو انتر سبورت أعضاء الجمالة العمية أو في سكاتشيرز برضو معاهم أي حاجة من الثلاث حاجات دول الكلام ده كله بفي قصص حصرها في الماء الحاجة الثانية إن إحنا لو عملنا بطاقة بطاقة مشجعية تحت المطشاط برضو عليها مزايا موجودة وفي كذا ما شوها فتر جاية بنفس الـ دا برضو في مزايا شبيهة لكده شوية لسه في حاجة ده طالة؟ بالضبط إن شاء الله بس المبدأ نفسه إن إحنا عندنا محتاجين بشدة موضوع إن الجمهور يساعدنا في حاجة زي كده إن ده هيعلي بالنسبة لنا القيمة التجارية التعادي تمام؟ هيخلي أمره نفسها تحس إن هو بيكسب في تفاعل مع الجمهور تمام؟ فهميه كمان أربع سنين أو ثلاثين ونص يعمل عادة معانا جديدة إن شاء الله تمام؟ نسمع أرقام تانية نسمع أرقام تانية صح؟ طول ما هو بيخسر هيخسر الأهلي معاه في الأمقصدي بس محتاجين أن الجمهور يساعدنا في حاجة زي كده وهي الفكرة كمان أستاذ أشرف هو شريك مش راعي يعني هو الراعي ده أساس بس المعنى نفسه عاشين نوصله للناس هو شريك مع النادي الأهلي صباح وكلمة شريك دي شريك نجاح زي ما قال أهلي عايز اكسى و يستفيد و ينجح برضو عايزين الشريك معانا الرائع اللي معانا يستفيد و ينجح أنا مش هدخل شراكة وأنا عارف نهي أطلع خسرا فيها حاجة طبيعية خلصة طيب موضوع الملابس برضو يعني خلال الفترة القادمة أكيد شفت التفاول الجمهور على السوشيال ميديا بإذن الله شايف الفترة الجاية بإذن الله يعني ملف الجمهور مع الملابس الرادير بتاعت النادي الأهلي يعني فيها استفادة بشكل أكبر عايقون فيه منتجات ممكن نستفيد بيها في مباراة الدوري في مباراة الكاس في مباراة أفراقيا طبعا فيه استفادة طبعا يعني المنتجات بتاعت شركة منتجات كتيرة ومتعددة الجمهور أعتقد من اللي أنا شفته الناس الجمهور بيلبسوا تيشيرتات اللي دي الأهلي من فترة طويلة جدا يعني من أيام عشر واثنشر سنة فايت اللي هما تلات أربعة قدراء عادوا عليهم أما لها حاجة جديدة دلوقتي بشكل جديد بس أعرف في المتناول يقدر يحصل عليها أجيد هيكمل في حاجة زيدي والفكرة مش تيشيرت بس لا كله التنوع في المنتجات بالضبط جدا بالضبط أن الجمهور يقدر يستفيد بكل المنتجات والشركة تستفيد من جمهور الأهلي والنادي الأهلي يعني عارف أنت منظومة لكحة لكل الأطراف في الملف ده تحديدا لأن الملف في الملابس ده أنا عايز أقول لك الجمهور الأهلي من الشرط يلبس تيشيرت الأهلي وراح المطش أنت ممكن أن تشاهد ماشي في الشارع تلاقي ناس كتيرة لابس تيشيرت النادي الأهلي طبعا والملاعب بره لما تلعب السوبر الأهلي أو الزمالك مثلا في ملعب حزاء وتلاقي مثلا تيشيرت النادي الأهلي بيتباع في الستورز أو مثلا أمام الأستاد بتلاقي الجمهور كله داخل بنسب كبيرة جدا فهل تتكلم عن شعرات كبيرة ممكن تكسب منها مبلغة كبيرة جدا حقيقة إن شاء الله ودعم الحاجات برضو التوجه بتاعنا في السوبر السندي لو هيتلاعب برضو في الإمارات أمره عندها بلانة هون كل موجودين هناك يوزعوا الجمهور الأهلي يبيعوا في الإستاد وبرضو في منافس بها يشتعوا إلى فترة جاية هناك في الإمارات طيب عندنا بإذن الله كليل الفترة القادمة بإذن الله كمان في ملف الرعاية في تفاصيل كثيرة والكابتن محمود الخطيب قال عنوين مهمة جدا في المؤتمر الصحفي اللي عقد بونزا يام قليلة داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة الفكرة اللي عايزة أبدأ فيها السرية لأن الناس كلها صحية فجأة على عقد رعاية ضخم كبير جدا عمل رد فعل صدى إيجابي جدا للناس اللي عارفة قيمة النادي الأهلي وعارفة تاريخ النادي الأهلي وكانت اتفاجئت بكل هذه التفاصيل في وقت قياسي في زمن سريح جدا مش عقولي اشتغلتوا إذن أنا عارف أنت خلايا يعني دايما كده خليت نحل وتشتغلوا على مدار اليوم 24 ساعة إلى 24 ساعة لكن إزاي في النهاية طلعت المنتج ده في النهاية وإزاي الساعات الأخيرة شاهدت الاتفاق بالشكل ده وأن النادي الأهلي يجهز بالشكل ده والناس تشوف مؤتمر صحفي علامي بجد وأنا عايزة نقل لك نبضي الناس لأن الناس كلها لما صحيح تلاقيت مؤتمر صحفي بالشكل ده والسرية والنتيجة النهائية كل ده اشتغلتوا عليه إزاي فريزنتيشن اتبلغوا أن هم خلاص العقد خلص وخلاص أن هم يعني يجوا يمضوا تاني يوم كان يوم السابت الساعة ساعة بالليل والمؤتمر اتعمل لحد الضفر بالضبط فهو ده كان اللي غرض منه وبصراحة كان الليدور كبير جداً في حاجة زي كده كابتنا حمد مرجان الراجل هو طبعاً كان كابتنا الخطيب كان بيكلم معه دارك طالطول الراجل قفل الموضوع خلاص 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 والموضوع خلاص كان في الحتة دي خلاص احنا ما حدش عارب حاجة خلاص الناس كلها تفاجئ الناس جاء تاني يوم لقيت نادي الأهلي نهو ضمن على الصورة الناس شايفة دلوقتي في الصورة بالضبط يعني نادي الأهلي ما تغير خلاص في حاجات فيه ممر كبير فيه الجيتس ساعة الاهلي وبرضو دي حاجة برضو باشك بيها ان هما النهاردة في 12 ساعة هو عامل كل الكلام ده دي حاجة عايزة كبير جداً عايزة شغل يكون شغل محترم يعني طلع أوردة لسا واحدة من ليه اه طبعاً طبعاً لا ما هي وقت ما فيه وقت يعني صعب جداً وفيه اخطلها حاجة بكارتي كويسة بشكل كويس الحمد لله لا بص هي اهم حاجة طول من الموضوع مقفول في غرفة كده صغيرة من الموضوع كل ما يكون فيه بيطلع بره الكلام يعني موضوع مش أحسن حاجة طيب الأستاذ محمد كامل رئيس مجلس داري شركة بريزيتيشان سبورت تتكلم في المؤتمر ان الكابتل محمود الخطيب اناش يعني تعلم في المفاوضات وقال معاني كثيرة جداً الفكرة ان ان النادي الأهلي من خلال هذا العقد كسب كتير جداً وتخطى المرحلة السابقة والعقد السابق عشان الناس تشوف فيه مفاجآت في الفترة القادمة طريقة المفاوضات والاستفادة جاءنتوا كمان ككوادر شبابية ونتوا عادي مع الكابتل الخطيب في هذا التفاوض ايه اللي لمستوه او ايه اللي شفتوه لاحنا في الاول واشرة فقالها كابتل الخطيب لا بص يعني فيه حتة كده مختلفة شوية بانه هو لما يعد معاحد كابتل الخطيب بجد هو بيكون من اللي هو عايزه اياً كابتل هو هم ندفعوا الرقم ده الناحية التانية برضو من الكابتل نوصل الرقم ده نفسه لا مش حاجة سهل حنتكلم في حوالي امسين من الانجنزية ده لا رقم كبير مش صغير يعني فطبع لا المضاعمة كانتش سهلة خلص واللحظة اللي احنا بنتكلم فيها أستاذ أشرف وقضبنا على الشاشة مقر الجزيرة ملعب التتش مدينة نصر الشيخ زايد في التوقيت واحد شعار النادي الاهلي شعار بريزنتيشن سبورت وحتى السلوجان بتاع الخاص بالشركة تغير بقى جمهور الكورة حياتنا قبل ما كانت الكورة حياتنا بزبط شايف الشكل النهائي ده والسرية اللي تمت بيها هذا الانجاز العظيم اللي انا شايف كمان توقيت فرحته جاية مع مبارات نهاية أفريقيا والانتصارات اللي بيحققها فريق كورة ازاي شايف المنظر والمشهد العام ده بسببنا السرية دي مش حاجة غريبة عن نادي الأهلي نادي الأهلي طول عمره جوه وراء الأبواب المغلقة ما حدش بيعرف إيه بيحصل حد ما تاني يوم تلاقيه وقتها كان الصحفة الورقية حصل كذا 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 ما في حاجة تسريبات ده اللي اشتغلنا عليه الفترة اللي فاتت دي ده المبدأ اللي احنا بشتغل عليه وجود بريزنتيشن معك دي برضو حاجة شراكة كويسة لأن بريزنتيشن دلوقتي شركة في الفترة اللي ظهروا فيها عملوا نقلة نوعية ملحوظة للناس كلها وأظن آخرها كان وقت مع المنتخب ما بين الطيارة وما بين الباص وما بين الشغل اللي اتعمل في المباريات وزي ما أمير يا لحضرتك من ساعة ما تبلغت لحد ما عاد المؤتمر الفترة ديت عشان تعمل فيها الشغل ده في التلات فروع لأ محتاجة يعني بص يعني اخطرت الشريك المزبوط مزبوط حقيقي لأن حضرتك انت في حاجات انت بنتبلغ بيها في وقت دايق أو يعني يعني فيه قرارات محتاج تاخدها في وقت دايق القرار التاخد طب التنفيذ انت محتاج حد يبقى معك على نفس المستوى من السرعة عشان يلح ينفذلك بكواليتي معينة لأن دين اللي احنا شغالين على دلوقتي النادي الأهلي دلوقتي اللي شغالين على البراند بتاع نادي الأهلي كواليتي كمان كواليتي يعني حاجة دلوقتي مثلا الأصوار على سبيل المثال أنا تبلغت قال لي أنا عندي فيه جزء من الصور خلص عايزة أعمل عليه علب موضيئة قلت له تماما كابتن إمت حضرتك قال لي بعد بكرة أنا بكلمك صور مصمط يعني معلوش أي حاجة خلاص فقلت له يا فاند إن دا موضوع كبير مش موضوع سهل مانيش دعوة أتصرف حاضر أنا آية لتنين وفعلا يعني أنا بس يعني طولت يوم زيادة يعني مش بإيدي والله بس أنا الشركة لما طلبت من الشركة يعمل الكلام ده الراجل بصراحة كان في جديد يهزر معاه يعني أنا كلما أروف على السماعة أتكلم الراجل يقول لي حارك بتهز أقول لي يا فاند ما أنا أتكلم بجند بس مؤسسة رياضية بصراحة حقيقة مؤسسة رياضية اقتصادية حقيقة بتشمل كل هذه المنظوم حقيقة طيب برضو فكرة السرية أنت عشان تعمل المشهد اللي احنا شفناه في المؤتمر الصحفي في نادي اللي يتردد عليه في الجزيرة يوميا مش أقل من خمس تلاف إلى عشرة تلاف عضو في عصر السوشيال ميديا لو واحد صور صورة لسه كده ورفعها على الفيسبوك خلص الناس كلها شافتها تفرد السرية حتى وانت حاطة الشعار وحاطة في الجيت وانت داخل من مقار الجزيرة من عند باب البحل الغالي ما تخش المؤتمر الصحفي الناس هتبقى تقعد تسأل تبدأ إيه تبدأ شكل إيه مش كانت غريبة برضو عن ناس شوية الحاجة رجبت الفجر تمام كان دي مقفول الناس لما جوم الصبح نادي بي غيراني فيها ستة الصبح ستة ونوص صبح مضبوط كانت الحاجة كلها متغطية فالناس شايفة فيه فرح بس مش شايفة إيه اللي جوم مش عارفة فيه خلص حتى الجيتس اللي موجودة نفسها كانت نغطية كده حتى كده بيضة مضعوش بين خلص الناس شافت الحاجة الساعة مسلا اتناشر لربع شافت المقمر بربع ساعة وبدأ وقتها كذا حد يتكلم وكذا حد يتوقع ايه طب ايه اللي حصل طب في ايه بدأ يعني لا ممكن لما تلاقي كمان إعلانات تقول عادة في حاجة معينة بالزبط ما فيش حد في مقه ممكن تروح لعادة رعاية بالزبط بالزبط هو بس قبل المؤتمر بقى خلاص كام دي خلاص بكل عارف ان خلاص المضاعي يعني حسب بنجاح لجنة التسويق والإدارة ومجلس الإدارة بالمنتج ده وبالشكل ده بعد المشهد مطلع للرأي العام طبعا رضي فعلا الناس كان واضح الناس كانت خايفة شوية الفترة اللي فاتت بعد الموضوع الملابس والرعاية ونجاح المجلس ان هو يوسرهم لل للفل ده في فترة الليلة لقى الناس رضي فعلا سبين بين على السوشيال ميديا وبين على في الإعلام بين من الصحافة فلقى موضوع فعلا بين جدا ان هو الحمد الموضوع سمع في أفريقيا كلها وده الراجل اللي تكلم في جوافريقيا بالضبط صحافيين بالضبط حتى فيه ترفراجت لنا من زماننا صحفيين وإعلاميين في تونس وفي المغرب ايه الأرقام الكبيرة دي ايه المفاجآت دي لاني كمان فسخ العادي كان مسامعة جدا طبعا في الإعلام بشكل كبير مش في مصر بس ده في الوطع العربي كله فاسم الأهل كبير يا أستاذ أشرف حقيقي ده ده اللي برضو تبقى التصيخة دي بتتنقلك فبتبقى شغال مستريح وقت لما العقدين اتفسخوا هم كانوا تقريبا وراء بعض على طول يعني أربع وخميس وراء بعض على طول جاتني مكلمات من بعض الأصدقاء هتعملوا ايه طب هتتصرفوا ازاي ده التوقيت ده صعب جدا والموسم مبتدى والله العزيم عزي اقول لك أنا وأمير يعني طلقت الأفكار ايه رأيك قال لأ تمام ما فيش مشكلة خالص السيناريوات بكرا نعود نتكلم في الموضوع ده يومها كابتن حمود اجتمع معنا ما كانش بخصوص الموضوع ده احنا كان عندنا يوم الجمعة اللايحة فبعض الناس القعدين طرحوا الموضوع بتاع العقدين طب هنعمل اياه كابتن قال لنا جماعة احنا دلوقتي يعدين النهاردة عشان نتكلم عن اللايحة نعدي اللايحة بكرا ان شاء الله يوم السبت نعود نتكلم الشباب عندكو حلول عندنا حلول كابتن عمود خلاص الموضوع انته بص السلاسل اللي بكلمك فيها عمود ازاي في العقدين اللي هم يعني اعتقد لو حصل مع اي حد تاني لأ يعني كان ممكن يحصل فيها ازمات قلبية كمان بس كابتن عمير المشهد في النادي الاهل ممكن يشجعنا بإذن الله يكون حتى مستقبلا عندنا بقى ادارة متكملة ان شاء الله يعني انت اكيد فهمنا رايز اوصل لإيه لان الناس بتتكلم طب هالأهل عنده ادارة تسويق نكحة وعندنا امكانيات واسم النادي الاهل وبراند والاهل من الانديال اللي تقدر تحفز عملكال الفكرية بتاعتها بشكل جيد جدا ممكن كمان مستقبلة بإذن الله وفي وقت خياس يبقى فيه مفاجآت في ادارة تسويق متكملة ان شاء الله بإذن الله ده التوجه دلوقتي بس التوجه ده مش ينفع يجي مرة واحدة هننتكلم في بلان لكذا سنة ان احنا ادارة التسويق تبقى فيها كاملة كل حد مسؤول حتة معينة تمام عندنا فيه ده ادارة جديدة ننشأها ادارة تسويق اسمها ادارة تعلم التجاري تمام ادارة دي درها بالكامل ان احنا ازاي زي ما ترى في الاول ان احنا ازاي النادي الاهلي يبقى عنده مصادر داخل كبيرة غير عقود الرعاية وهقود البس وملابس حتة دي كل فده بالنسبة لنا ده حاجة مهمة جدا دي كانش مهمة بكافة الاه خلص كان دايما كل التركيز على حتة الاول فان شاء الله دي شغلها هيبان في خلماسة بنتكلم في سنة من دلوقتي دي بقى يبان شغل الادارة ان يمكن ان شاء الله يكون طلعنا اعطاها مشروع او مشروعين ده الموديف الاجند عدنا جاهزين من دلوقتي ف يتدو يفرقوا شوية ناس تحس ان الاهل فعلا بدأ يخش لفلتين ده اللي فرق معنا كل نادي الاهل زي ما بتدك نادي الاهل كبير في افريقيا كبير في الشرق الأوسط كبير بس احنا عايزين نعدي الاهل ده عايزين نادي الاهل فعلا يبقى براند ووصل للناس بشكل جامع جدا للجمهور بالذات بشكل كبير طيب الفترة القادمة بإذن الله في أمور واضحة في موضوع الستورز خلاص اتبقى محلات سابتة محلات واضحة للناس تبدأ تشتري منها المنتجات في وقت قياسي في زمن قريب بإذن الله ولا لسه قدامنا مثلا شوية وقت وقت بس وقت بسيط ان شاء الله موقفها يبقى سهل بسيط في كزا توجه الستورز احنا نتكلف هي ساكرة خطيب احنا بس كنا منخلص كان فيها ولويات احنا منخلص عقد الرعاية ومنخلص عقد الملابس الستورز ان شاء الله فترة جاية هنتكلفها مع كابتن ونشوف التوجه بتاع المجلس الدورة بيكونوا نعمل اجزاي ودكور ساعد كان عنده توجه برضو الستورز حاجة مخترمة جدا فان شاء الله بكاله فترة جاية هتباني التوجه بتاعها بشكل كبير اكيد يبقى في استفادة من ما صبق في موضوع الستورز بالذات الاهل عايزة تخطى المرحلة دي طبعا لازم لازم طبعا لازم من الاهل اللازم يكون ستورز تاعته متقلش عن ستورز ريا مدريد او برسا او جيفانتس ما يفعش تكون اقل ما كده فده بنسبان اولوية طيب المكاسب اللي خد الاهل من الملف الرعاية يعني فيه مكاسب كتيرة وفيه امور كثيرة جدا والامور المعنوية مهمة جدا لجمهور النادي الاهل الامر المعنوي طبعا لكن ايه مكاسب اللي ممكن جمهور النادي الاهل يشوفها لفترة الجامعة من خلال عقد الرعاية مكاسب في العقد نفسه هذا مكاسب من اللي حصل اخر من اللي حصل ومن العقد من اللي حصل نفسه لا ان النادي الناس نتواصق في النادي، نتواصق في مجلس الإدارة، نتواصق في ضرورة تنفيذية، إن النادي الأهلي في خلال ثلاث أسابيع، يتفسخ معها عقدين كبار بعد ثلاث أسابيع، أجاب عقدين بقيمة أعلى مع شركات كبيرة جداً، فدي حاجة تباين قدية برند الأهلي برند محترم، إن إحنا نادي كبير، والشركات عايزة تشغل معنا، فدي أول نقطة، نقطة للعقد نفسه، للتفعيل للعقد نفسه مع شركة بريزنتيشن، عندنا في مزايا مثل معسكرات، في مزايا ممورات ودية، في حاجة بريزنتيشن بتقدمها لنا عامة، الميزة عندنا مع بريزنتيشن، ناتي هو بقى خلاص هو معاه الرعاية، ومعاه البس فضائي، فنهارده الموضوع خلاص، هم نتكلم في حتة واحدة، لأن عندنا مشكلة إن إحنا في هنا مثلا في مشاكل مثلا في أرض الملعب، إن إحنا النهارده شركة رعاية أو شركة بس فضائي، لا خلاص هو، هو مسك الموضوع كله، هم نتكلم معاه، نشتغل معاه، بنحاول نعلي الـ value تالي الأهلي مع حتة اللي بتاعته، في ميزة برضو إن هو بيقول لك إن إنا النهارده، إحنا في رقم أوكي عادة مدفوع، بس في كمان رقم تاني ممور، إحنا ممكن نسابور بيه، من اللي أهلي محتاج مثلا حاجة تانية، من اللي أهلي محتاج يعمل بطولة معينة، يعمل مطش معين، هم حاجة دي بيساعدون فيها على طول، بس فأخذ كل هذه من فترة جاية إن شاء الله، وتخلص في خمسة الموسم ده، مظبوط، بعد كده، بس إن شاء الله بإذن الله الأهلي يكسب ويلعب فينا، بواحد إن شاء الله بالزبط إن شاء الله بإذن الله، بعد كده من السنة جاية بقى خلاص، هيبقى أبطال أفريقيا، ماشية مع جادور دوري مصري، دوري مصري، دوري مصري، بالزبط كده، هدي ميزة بنزال نحلوة جدا، إن إحنا دايما مشكلة إن إحنا الكالندر حتى تسويق، دايما مربوطة بكالندر الكورة، مصبوط، فطول ما الكورة بتاع الكوية تارت أيام، عندنا مشكلة في متشاط، عندنا مشكلة في معسكرات، عندنا مشكلة حتى في اكتيبيشنز، فالنهاردة لما الموسم نفسه يتضبط، ويبقى عندنا شهرين أجازة، فريق الأول، نلحق نعمل معسكر، نلحق نعمل معشاة الدية عالمية بشكل محترم، بطولة ودية بشكل محترم، أو نعمل اكتيبيشنز فريق الأول، تكون كل حاجة رسمتها في التويت. أستاذ عشرف، الأهل كسب في السيمي فاينال وصل في الفاينال أفريقيا، والمكاسب والنجاحات اللي احنا فيها، عايشينها دلوقتي فترة استثنائية جميلة جداً في جميع المجالات، كرة القدم بتكسب وتوصل النهاء أفريقيا، وده بيساعد كمان في ملف التسويق والرعاية بشكل كويس، وده بالتأكيد يعني، وش الشرق الرعي اللي النادي الآن، مش شاهله على الأهلك التويت الحالي يوصل نهاء أفريقيا، شايف المكاسب دي ازاي؟ وكنوعة بقى يعني كفكر تسويقي وكمارتيجي، يعني ازاي تستفيد بان الأهل يوصل كنهاء أفريقيا، وانت لسه ماضي عقدي رعاية، شايف المسائل دي ازاي؟ بصهرتك، لقى لي اسم كبير جداً، دايماً زي ما، أزوان اسمها تعراك المقولة دي دايماً، دايماً الأهل يدخل بطولة، يلعب دايماً على المركز الأول، المركز التاني زي الأخير؟ بالظبط كده، انت دايماً دايماً دلوقتي بتلعب على البطولة، الرعاب طوعك أو الشركات الرعية دلوقتي، بيتدور، يعني البراند نفسه، اللي بيبقى، اللي داخل يسبونسر الأهل يشايف ان هو برضو نمر واحد في المجال بتاعه، فده اللي يبقى، أنا نمر واحد والأهل نمر واحد، لازم يرتبط بنا وبين بعضين، طبعاً، الحمد لله ان احنا النتاج الكويسة اللي حصلة دي والبطولات، اللي انت شغال فيها دي، تصور حركة انت النهاردة ماضية للعقدة بتاع الرعاية، أول ما يبتدي، يعني أول ما تشهي بقى ليك نهاية أفريقية، وبعد كده إن شاء الله، لو لدينا النصيب، هتطلع على كاس علام الأندية، مظبوط، فانت بتتكلم بداية، بتتكلم في بداية نفسها، والأمارات، أكينك بتاع في مصر بالزبط، يعني ملعب في الأمارات، أكينك بتاع في صد القاهرة بالزبط، مظبوط، وحشنا الله صد القاهرة، بس يعني هانت هانت إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، تمام، فدي، بص، انت بتعلي الإسم بتاعك أكتر ما هو علي، بتخلي الثقة بتاعتك زيادة جداً، الرعاة، مش عايز أقولك أن هم اللي بي يعني، مش عايز أقولك هم اللي بيجروا غراك، بس دي حقيقة فعلاً، مش عايز أقولك، إحنا جات فترة كده يعني، عملنا اتصال مع الرعاة، كان ضمن التوجه من التوجهة بتاعتنا، ناس مرحبة جداً بالفكرة دي، حاسين بفرق، النادي حصل فيه فرق، ولمسينه، وإحنا عايزين فعلاً نجرب القصة دي، والظروف المعينة، وفي الآخر، يعني إن لسه مش يعني، مرحلة يعني سابقة عن قوانها شوية، بس الحمد لله العقدة مع بريزنتيشن شركة كبيرة، واسم كبير مع النادي الأهلي، وإن شاء الله يعني، كبير بيشتهل مع كبير، بالضبط كده، والنتائج هتبان قريب إن شاء الله، بإذن الله، كابتن أمير، العقد يعني إن شاء الله بإذن الله، بيقترب من المليار، أو يتخطى المليار، وحاجات بسيطة، ممكن إن شاء الله خلال الفترة القادمة، نسمع أرقام تانية، الناس تتفاجئ بيها، إن شاء الله نسمع مفاجئات، رايح كاس عالم أندية، وأنا عارف في التوقيت الحالي، من إن الأهلي وصل في الفاينال، أكيد الاتحاد الدولي لقورة القدم فيفا، خاطب النادي الأهلي، إزاي كمان كناحية تسوقية، نستفيد من ده في كاس العالم، لأن دي نقطة منفصلة للنادي الأهلي، والاتحاد الدولة، يمكن أنا بيعجبني في الاتحاد دولي فيفا تحديدا، بيدي الأندية اللي بتأهل لكاس العالم، فرصة أن يتسوق نفسها في شكل كويس، تستفيد من توجودها في كاس العالم، في نقطة معينة جدا، في نقطة معينة جدا، صح كده؟ في نقطة محددة، حاجات صميرة جدا، بس الشئ جيد، ممكن إن شاء الله نطلع بأرقام كويسة، طبعا، ده بيدينا جوع التفاول الفترة الجاية، إن شاء الله فيه أرقام كمان، هتفيد النادي الأهلي بشكل كويس، عشان الجمهور يسمعنا؟ طبعا كده كده كاس العالم أندية، فيه فرص تسوقية محترمة جدا، تمام؟ هي آه، يعني مش كبيرة قوي، لكن موجودة، لكن برضو التارجت بتاعنا، مش هو ده، نحن نهاردة مش من تارجت إن إحنا النهاردة، نجيب مثلا، مارشوها يكسبنا مثلا، اثنين مليون جنيه، مش كده، نحن نهاردة، نحن موجودين، نجلس علامة تجارية تلك عليها دي، الدكورتمند ده، هو معمول علشان إن هو يخلق مند الأهلي، مصادر داخل كبيرا، يعني من غير أرقام بلاتي موجودة، بس منكلم فرق، على مدى البعيد كمان؟ على مدى القريب والبعيد إن شاء الله، والقريب والبعيد، فمصدي في حاجات قريب، في حاجات على مدى البعيد، وفي حاجات على مدى البعيد، وفي الآخر لما تخلصها مثلا، مع شاكات معانا، ده يا ملك النادي، في مدى أسد جديد، تدخله في عقد الرعاية الجاية، فمصدي، يعني في كذا حاجة موجودة فترة جاية، نحن نهاردة، عندنا كذا مرشوها موجود، ممكن نستفيد بأرقام صغيرة، في شهر أو شهرين، بالضبط كده دي حاجات بتحصل، لكن الأساسي بالنسبة لنا، إن إحنا إزاي نخلق النادي الأهلي، نضاعف من داخل فترة جاية، ده حيساعد النادي الأهلي في الإنشاءات، حيساعد فريق كرة في التعاقدات، فده من نسبة جدا، من الأرقام دي كلها عشان الناس بتستنى مضوع التعاقدات، بالضبط، حيساعد النادي الرياضي إن هو يكون مستقر، حيساعد الموظفين أن يكون في كلها، يعني فهم قصدي هي الفكرة جدا، فإن شاء الله فوقتها كلها، موارد مالاية مهمة عشان تقدر تصرف، تتمصرف فلوس كتير جدا، على ألعاب كتير، انتش بتلعب كرة قضاء، انتش بتلعب حوالي 19 لعب، بالضبط، بالضبط، طيب، فرصة طيبة إحنا في الإمارات؟ أو بإذن الله إن شاء الله بإذن الله نبقى في الإمارات؟ إن شاء الله، فرصة جيدة في كل المجالات، مش بتكلمك في رعاية بس لا، رعاية وملابس وكل شيء؟ ملابس أساسي بالنسبة لنا، إن إحنا لو بدأنا إن شاء الله هناك، وبإذن الله، وكانت أمره معنا، ده بتدي طلع كويسة النيد الأهلي عمتا، زي ما أشف قال من شوية، ثم النيد الأهلي، بياخد بطولات، بيظهر في كاس علام أندية، بيظهر في نهاية أفريقيا، أي براند شغال معاك هو مستفيد، يعني براند اللبسي الموجود معاك، والتي بيظهر في أعلى بطولة للأندية في العالم، لو براند أساسي موجود، بان الرئيس هنا موجود، هو موجود في أعلى بطولة في العالم، أو بطولة أفريقيا، فطول ما أهلي بياخد الدوري، الكاس أفريقيا، الموضوع تليدي من، بيهل عماني واحدة واحدة، طيب، أكيد أنا سعيد جداً بهذا الحوار، وكوادر شبابية ممتازة جداً، وفقر تصويق مهم جداً، للنادي الأهلي والرياضة المصرية، لما تشوف النادي الأهلي، بيرسي مبادئ مهمة جداً، استراتيجي بيتحط من خلال مجلس إدارة، إدارة تصويت بيرأسها، الدكتور سعد شلب، وحاطب تحفيق ليها بشكل جيد، ثم الكوادر شبابية بيتنفذ على عرض الوقت، وكل هذه الأفكار والإطرحات بشكل إيجابي، عشان في الآخر، نشوف المشهد الجميل اللي حشوفنا في الجزيرة، وكل الجمهور بيحتفل بيه وفرحم بيه، الحمد لله، الحمد لله، كم درجة؟ 38 درجة؟ يعني بص، شريط بيجري بسرعة، يعني أنت بس عارف بس، عشان الأيام الحلوة بتجري بسرعة، كابتن عمير توفيق، لا، بس بقى جمهور الأهلي، لها الفترة الجاية، ندل الأهلي في تطور كبير، من ناحية تسوقية إن شاء الله بالزيت، في كذا مشروع، حيبستوا منهم، حيتفاجئوا بيهم بشكل كبير يعني إن شاء الله، واطلب منهم زي من تلك من شوية، إن، لو سمحتوا، محدش تشتري لبس الأهلي مضروب، ندل الأهلي لازم يكون الطقم الأساسي، عشان غير كده، هو بيأذي ندل نفسه، ويتوفر لهم كل الأجزاء المتاحة في موضوع الملابس في جميع الدرجات، جميع الدرجات بالزبط، بالزبط، فأتمنى إنهم يساعدوا بحاجة زيادة، أنا سعيد جداً بهذه الحلقة بجد، على المستوى الشخصي، وساعدتي أكتر كمان بوجودكم النهاردة معايا، كبت الأمير توفية أنا أعرفه من سنوات طويلة جداً، ولايا نفسه في مجال، يمكن حظه كان سيء جداً في كرة القدم، لكن لايا نفسه في مجال مهم جداً، لايا كل أهمية عن كرة القدم، فأتمنى لك التوفية كبت الأمير بجد، كمدير للتسويل في النادي الأهلي، أستاذ أشرف، أنا سعيد جداً بهذا اللقاء، معايا كنادي بمدير التسويل، والفترة القادمة، إن شاء الله بإذن الله يكون فيه أفقار مختلفة، والنادي الأهلي يستفيد بوجودة كمان مع كبت الأمير، ومدير التساعد، وكبت الأمير، شكراً جزيلاً، شكراً جزيلاً، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يعني فقرة مختلفة تماماً في تفصيلها، وفي أفقارها، وفي تناولها، وأنا عنوين مهمة جداً في هذه الفقرة، كل جمهوري النادي الأهلي، عشان يشوف ملف التسويق، والرعاية، والموارد المالية، اللي ممكن الأهلي يستفيد بها خلال الفترة القادمة، من استاد دارادس بإذن الله بالبطولة الأفريقية، ويكون اللقب التاسع، ومنسمى بإذن الله يتواجد من جديد نعود لأمجدنا السابقة في كأس العالم للأندية في الإمارات بإذن الله، فقرة كانت مهمة، بشكر فيها ديوفي، والفترة القادمة بإذن الله ننتظر المزيد والمزيد من النجاحات للإدارة، والفكر التسويقي لإدارة التسويقي ربي خلال الفترة القادمة، لكن، ما ترخلوش بعيد، بعد الفاصل، يكون معاكم الكابتن خالد العودي، وفقرة استثنائية أخرى، فيها الألعاب الأخرى، وإنجازات طيبة، اتحققت لي لعبة سراحة في النادي الأهلي، والذي كانوا موجودين فيه معسقر بلغاريا، وفي بطولة بلغاريا، وحققوا ميداليات زهبية في جميع المنافسات، كعادة النادي الأهلي في جميع المجالات، فاصل، ثم كابتن خالد العودي بعد الفاصل، موسيقى مساء الخير على كل جمهور النادي الأهلي، ومشاهدي قناة النادي الأهلي، النهاردة في فقرة الععاب الأخرى، جايبين أخبار من بطولة أفريقيا لكرة اليد، والبطولة العربية لكرة السلة سيدات، هنبدأ بخبر البطولة أفريقيا لكرة اليد، النادي الأهلي بيتأهل رسمياً إلى دور الثمانية، ولمقابلة رابع المجموعة الثانية، النادي الأهلي النهاردة كسب نادي فونكس الجابوني بـ 28، وبكده تأهل كسب 3 ماتشاة، كسب فاب، وكسب USA البوركيني فاسو، وكسب فرقة من ريد ستار الإفواري، نتائج النادي الأهلي كانت نتائج كويسة جداً، نتمنى في المرحلة اللي جاية بإذن الله، يقدروا يعملوا حاجة، بالخسران، بيطلع لبرة بطولة على طول، أعتقد مباراة الدور الثمانية، هتكون سهلة جداً بالنسبة لنادي الأهلي، لكن المباراة الصعبة والأقوى، هي مباراة الدور قبل النهائي، اللي بتقابل فيها أعتقد نادي المجمع البترولي الجزائري، نادي كبير، تاريخ كبير في كرة اليد، أعتقد المباراة دي هتكون مقابلة صعبة جداً بالنسبة للنادي الأهلي، نتمنى الخير إن شاء الله بإذن الله، ويرجع بكاس البطولة إن شاء الله، عربية كسب النهاردة اول ماتش الفحيص الاردني بنتيجة 88 56 افتتح عمل مباراة كويسة ايهاب الالفي اتطبع على كل لعبته كانت مباراة من نوع خاص كان قدر في الاهل النهاردة تعمل جيم كويس في انتشار كويس جوه الملعب قدر كابتن ايهاب النهاردة يجرب طريبا معظم اللاعبين عشان يطمئنر ان عنده مخابلة مهمة جدا في نهاية الدور الاول مع نادي هومنتن اللبناني لانه هو كل الخبراء الرياضيين بيرشحوا نادي الاهل المصري لكورة السلاسيادات مع نادي هومنتن الى الفاينال مباراة مهمة مباراة موجودة لازم نسمع رأيي كابتن ايهاب الالفي نشوفه ونعرف منه ايه اللي حصل النهاردة في مباراة النهاردة كابتن ايهاب الالفي كابتن ايهاب الالفي مساء الخير مساء الخير كابتن خالد انا اولا الف ابروخ على مباراة النهاردة الله يبارك ليه جابت ربنا خليه يعني كل الأخبار اللي جات لنا اللي كانت من نادي الأهلي النهاردة لقب بتشكيلات كويسة جدا جو الملعب وكانت بتجرب اللاعبة في أول مباراة مباراة في تضحية قولي يا كابتن إيهب لا الحمد لله لحبتنا المباراة بس بصراحة يعني لدينا كورتر الثالث والرابع بس كويس كورتر الثالث والثاني كان فيه يعني قضى شوية عدم تركيز نظر نسميه بسبب أن احنا بعيد بقالنا فترة عن المشاركة في البطولة العربية أو البطولة الدولية بقالنا فترة كبيرة بعيد عنها في 96 في أول مباراة لأس كابتن خالد في أول مباراة يحضرها جمهور النادي الأهلي اللي كان لي مفعول الساحل في الكوارسر الثالث والرابع في زيادة الفارق وتركيز اللعبين والسميرت اللي ظهروا بيها في الثالث والرابع بسبب جمهور النادي الأهلي كابتن إيهاب قول لي بعدما اتفرجت النهاردة على يوم الأول ويوم الثاني وتقريبا كل الفرق لعبة الفرق أخبارها إيه؟ قولينا المستوى الفني البطولة شكله إزاي؟ المستوى الفني ومستوى المستوى عالي المراضي لأن زي ما قلتنا بلكده هم السبع دول موجودين السبع دول هم أبطال بلادهم لأول مرة يجي بطل لبنان بطل الأردن نجل أهلي بطل مصر بطل كزاير بطل مغرب بطل الإمارات الفرق كلها مستوى عالي لأن الأبطال هم اللي جايين العدد كمان إحنا تمام فرق كل المطلات الفيزيكات أربع خمس فرق فالمراضي المستوى عالي جدا فيه فرق طبعا مرشحة وفرقة كويسة فرق لهم بطل لبناني وحمل اللقب وبطل لبنان فريم أحترم وعنده أجانب اثنين محترفات على مستوى عالي فريم الفرق كويسة نجل الفعيس الهردوني النهاردة في الهفتان كنا درو جيم 29 29 لكن بقولك الروح والسبيرت اللي البنات لعبوا بالنهاردة بصراحة بحييهم على والقص بريك اللي عموا بالنهاردة فده اللي خلق الفرق يعني يجيق أو جدا فده هم فريق محترم جدا بحييهم نفس الكلام الفريق الكامعية الرهدية المغربية فريق كويس جدا ويدريكوسة أرضا على مجمع البترولي الجزائري هو فيه أربعة خمس محتوى معالي طيب عايزين يتطمن على المباراة اللي جاية كابتن إيهاب إن شاء الله المباراة مع نادي ناصر الإماراتي نادي ناصر الإماراتي هو خسر بسكور كبير من نادي هوم ريتمند لبناني بسكور كبير جدا هو ده مية واربعة ثمانية وتلاتين مية واتين واربعة وتلاتين كابتن إسكور كبير جدا مية واتين واربعة وتلاتين إسكور عالي جدا بالرغم إن هو معا اتنين جانب على المستوى عالي جدا هاتجرب خطتك قدام نادي داصر الإماراتي إن شاء الله عشان دي الخطة اللي تلعب بيها مع هومينتن اللبناني إن شاء الله بإذن الله والله كابتكاد إحنا النهاردة الحمد لله توفقنا ربنا كرمنا جدنا النهاردة الاثناشر لعب الليعب وعملنا روتيشن كويس على الربنات الحمد للدي كانت الحاجة البسطانية حاجة كويسة التفايم توزع للربنات بشكل كويس ده كان الأهم في ماتش قوي ماتش الإمارات إن شاء الله نستلعب تاخد تايم أكبر بإذن الله في الماتش ده وناخد تلقة المباراة الدولية ستب باي ستب إن شاء الله لحد الفاينت بإذن الله بإذن الله عايزيني تطمن على فيه وجود إصابات في الفريق ولا الأمور تماما الحمد لله الحمد لله الدنيا الحمد لله أحسن سوريا يعني حتى تسبيت كده لمنخيرها الحمد لله يعني باش حاجة كويسة مشترك كنورة عشان منخيرها كانت الأول كايفة جدا عليها وإنها نسكت منخيرها ولعبة لمستواها فرقة جميل جدا والحمد لله ما حصلش حاجة فيها وده اللي كان قلقنا يعني وجدنا هتكمل بالمصك الواقي لحد أخذ تلقة الحمد لله رب العالمين البنات في حالة في النية كويسة ومعنوات كويسة جدا كنا محتاجين للمتشب النتيجة دي كابتن خالد بالأداء ده يعني اللي بسط البنات أكثر هو أداء الكوارتر الثالث والرابع تعديدا هو ده الإجابية الكبيرة والاستارت القوي اللي بنوصل مسج لكل الفرق للنادي الأهلي جاي مش يشارج بعد 22 سنة إن شاء الله النادي الأهلي وراجه مهوره جاي ينافس على البطولة إن شاء الله كابتن إيهاب الألفي بنشكه شكرا جزيلا إن شاء الله كده بإذن الله نتابع معاك بقبرة مبورا وإن شاء الله نبريك لك على البطولة بإذن الله هو ده النادي الأهلي وهي دي سيدات النادي الأهلي بدأوا وراء النهاردة عندهم وراء بعد بكرة مع النصر الإماراتي وبعد كده مع نادي هومينتا الليبناني أعتقد إن إحنا ماشيين بإذن الله خطوة خطوة مع الفريق وبإذن الله يوصل إن بأننا 22 سنة مشتركمش في البطولة العربية زي ما كابتن إيهاب الألفي دلوقتي وعاخر خبر عندنا هنخرج التقرير لأخبار اليوم وتكريم اللعبين الأولمبيين اللي حققوا مدليات في بطولة الأولمبياد للشباه في الأرجنتين هندخل للتقرير ونرجع لكم مرة تانية طبعاً حدث كل أربع سنين أولمبياد الكبار أو أولمبياد الشباب بنفرح بأولادنا مصر في تقدم مستمر من أول أولمبياد الشباب 2010-2014-2018 المدربة بتزيد وبتزيد بلسبة كبيرة وبنطلع في الترتيب العالمي خلاصين 222 على 205 دولة حاجة عظيمة جداً بنفتخر بيها كلنا أنا طبعاً مبسوط بصفة خاصة بصفة رئيس حاجة خماس الحديث خماس الحديث حقيقة أفل البطولة أحرازنا زهبية الأولاد وأحمد وثامة الجندي وزهبية البنات سلمة أيماً برخم علامي جديد ورخم أولمبي جديد فحاجة جميلة جداً ثم تقع قرعت كمان الزوج المختلط يقعوا مع العيبة أخوية الحقيقة ويفوزوا بالزهبية والفضية فأنا فخور بيهم الحقيقة وإن شاء الله تسمعوا أخبار كويسة في 2020-2024-28 عندنا أجيال تصمت الخماس الحديث لعشرات سنين إن شاء الله أنا أصلاً كنت متوقعة أن أحقق الدهب بصراحة بسياني حمد لله أني جدت أفضة بصراحة الحصة هناك أنا ما كانش فرق بيني وبين اللعبة اللي عملت أول كتير هو فرق كم متر وكم سنتي يعني كنت أقدر أعملها وأصلاً هي عملة 72 كسور أنا قتلية 73 متر فأني كنت أقدر أن أحقق مدر يبسياني حمد لله كانت عندي أصابة قبل الماضي بشهر كده جده 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 طولت معي خمسة وعشرين يوم فعالكتها وكده فعادت عليك فيها شهر أو أقل من شهر شوية وبدأت نشد نفسي جمد قبل الماضي شبه عشر تيام فحققت تاني ما عدرتش حقق أول تغلبت بكيلو هي كانت بطولة جميلة وكنت رايح المنافسة كانت على الدهب ما كانش على البرونت بس وأنا فرفعت الخطفة حصلي إصابة يعني صعب أن أكمل عليها والحمد لله كملتوا وكسبت اللعب الأرميني والأزباكستاني في رفعة الكلين والنطر وهو لو كنا في طولة علام كنت أخذت منهم ذهبية الكلين عشان إحنا رفع سقال ثلاث مدليات خطف الكلين مجموع لكن أولمبيات مدليا واحدة فأنا أخذت مدلية المجموع اللي هي البرونز بسبب الخطف لكن في الكلينا كذبان هم أخذوه الخطف والتوتى أنا بصراحة كنت متوقع دهب وكنت مشي من هنا إن أنا حطي عيني على الدهب وكنت أتمنى إن أنا حق أحلمي والحمد لله بنا كرامني ورفعت علم بلدي وشرفت التحادي وكل مدربيني والحمد لله كان عندي كل نفسي أجيب دهب وأوصل للنهاية بس بحثتش أن أصيب مع لاب الروسي بس ولعبت مع الكندا على البرونز وغلبت الحمد لله في فرقة كلها كانت لعيبة رجالة وكانت أدل مسؤولية احنا كنا نوين ان شاء الله ان احنا نجيب حاجة لنفسينا احنا راحين من اول يوم مش راحين نهزر احنا كنا راحين عارفين احنا عايزين ايه كمان خصوص ان احنا ما عملناش مطشاة ودية فاحنا كان بالنسبة لنا موضوع صعب في فرقة كتير معنا في المدموع عملت مطشاة ودية جامدة قوي جدا العرية مثلا خادت بطولة في كرواتيا واحنا راحين من غير ما نعمل خالص اي بطولة ودية بس فربنا احنا كنا ده كمان كان حافز دينا احنا على قد ما كانش فيه اهتمام اوي بس احنا كنا نحافز دينا ان احنا عملناش اي حاجة فالحافز دينا طبعا خلنا ان احنا عايزين اكتر ونوين اكتر كان عندنا عزيمة واسرار اكتر ان احنا نجيب حاجة ونعرف مصر كلها ان احنا فرقة كويسة والناس كلها تيتم بنا كان الجمهور اصلا كان اصعب من اللعابة ان احنا بلعبهم ومعندوما اصلا اتنين بلعبوا في برشلونة بس برشلونة بيين فماتش كان صعبة علينا بس احنا الحمد لله رجالة واحنا مش ما بيناش اي حد احنا الحمد لله احنا رايحين ومركزين ان احنا هنعمل حاجة ونرجع بمداليا اشتركوا في القناة وكابتن ساندي ايمن وكابتن ياسمين ممدوح احبارك اينا حمد الله اكتر قولي لها هنبدأ منين تحب نبدأ منين من المادليات ولا نبدأ من الصغر هنبدأ من المادليات وليلي عملنا اي في بطولة صوفيا وكاد بطولة ازاي وشكلها ازاي هي بطولة مش بتتعمل في مصر كتير خالص انا بتعمل شي يعني خالص هي شورت كورس هي بطولة دولية يعني اشتركنا فيها كويسة عملنا مديليات كويسة قوي كلنا يعني النتائجنا كانت حلوة وإحنا أصلا بنجهز بطولة الجمهورية اللي هي في آخر 11 نتائج كانت كويسة والحمد لله قدرت أجيب ست مديليات وأخذ الكاس يعني كاس من أحسن ثلاثة سباحين بس طب عمر قولي استعدين البطولة دي ازاي وبعد كده عندنا بطولة الجمهورية نعم هي قصا يعني بتولى اللحية رحناها دي بطولة شورت كورس في أوروبا البروجرم كان عبارة عن أربع فترات اللي هو يومين فطبعا كان تجربة لجسمنا عمتا اللي هو ننزل سباقات كتير في وقت و لاحية أحباس لازم يقول للناس يعني إيه شورت كورس دي خمسة وعشرين متر يعني خمسة وعشرين متر بما السباحة وبيبتدي يأخذ السباق بكل أنواع سباقات الموجودة لكن في مصر هنا نعم على خمسين متر اللي هو الأولمبيو الزبط فضل فالبطولة طبعا كان بنستعد بنسع يعني جسمنا نصف لازم يستعد ان احنا نعوم سباقات كتير في فترة قليلة عشان نبدأ ان يعني نتعود لما ننزل بتولة الجمهورية ويكون جسمنا تعبان من سباق واي حاجة نعرف نتعامل صح ونعم يعني من الآخر البطولة دي كانت تجربة لجسمنا وتجربة للفريق عمتا احنا نعرف احنا فين في التس سيزن عشان نعرف لما ننزل بتولة الجمهورية إن شاء الله نعمل أرقام كويسة ونرفع النادي لها بإذن الله أحمد أخذت كهاز أحسن سباح ناشئين مظبوط كده في البطولة حكي لنا كهاز ده جبنا زاي وجبنا كم مدالي وأنا جبت أربع مداليات دهب فردي إن شاء الله وكسرت رقمين 800 و400 الكبب كبب أحوال في البطولة أحوال يحوال تسخص أحوال انا تسخص إذن الله انشئ هكذا أحوال أنشئ أحوال سين أنشئ سين كويس بنلعب السباقات بتاعتك ايه؟ يعني 200 400 800 200 400 800 قولي عمر وصباح اللي بيلعب 200 ملعبش خمسين متر لا ممكن 200 يلعب خمسين متر بس ربعمائة والثمنمية صعب قوي ان واحد يكون بيوم ربعمائة وتمينمية واثنان شوهات بيوم خمسين ومائة الجسم نفسه بيستخدم حاجات مختلف خالص تمين نفسه مختلف خالص صعب قوي ان سباح يكون بيوم الحمكتين قولي انت بتعم ايه؟ انا بيوم خمسين ومائة خمسين ومائة فراشة فراشة اه قولي الخمسين ومائة فراشة دي العبار الأسياء بتاعتك؟ ده سبعين لأسيين بتوعين دول أسيين دول اللي احنا حقان عليهم برضو مركز او حقان كاس تاني أحسن تاني أحسن رقم بس اخد كاس يعني أحسن سباح في البتولة اه اخدت سبعمان ثلاثة اجمالي ست ذهب وواحدة فضة بس البتولة نفسها يعني كانوا بيدوا أحسن سباح أنا بس أحسن رقم في البتولة كانوا بتدول واحد من عندهم جاب رقم أجامت في التمنمية جابه اه فادوه هو أول واتلاثة التانية ولا تمام سنروح لساندي ساندي كنت كنت فبتولة مختلفة تماما لازم زي بكتب منكرر بالأبطال دلوقتي او في أخبار الرياضة اليوم عفوا كانوا بيكرموا الابطال كان عندك انت كنت بسفرة مع الموضوعات الشباب في باينس آلس قليلي ايه الأجواء هناك وبسفلنا الموضوع شكل بزي في السباحة هيا كانت مختلفة تماما عن أي بطولة شاركت فيها اه كان في شوية قلق في البطولة اللي أنا في حاجة مختلفة اه ناس اسمي بيتنده ان انا نزلها في الحارة كذا يعني كان حاجة مختلفة قوي وكاميرز في كل حتة كل الناس ببص علي عمدين احمد اكرم كان جايب مداريا الومبيا في عشرين اربعة عشر زهبية زهبية بالضبط مزبوط يعني كان القلق ده قولي لي يعني ايه الخبرة استفقتي هناك شفتي ايه جديد ايه اللي انت تعلمتي هناك يعني كلهم بيركازوا في التمرين بيركازوا في التسطينة السبق اه عارفين عارفين هيعملوا ايه اه كل ناس يعني كل واحد عارف انا رايح هعمل كذا في السبق بتاعي وانا هبقى مسلا الاول هبقى التانى اه بس ياسمين قولي لي بتدرس ايه انا بيزنس بيزنس هايل ازاي اللي تنمع بعض اه بحاول احنا احنا كانت اه يعني انا وسانده السنه اللي فاتت كنا في اسعف سنه اللي اصانوية عامة تمان فاااااااااااا يعني كنا بنحاول نزبط المواعيد على قد ما نقدر بس هنا في مصر طبعا صعب قوي الموضوع صعب أحكي لنا بجد للناس اللي نتعرف السباحة حاجة صعبة جدا بالذات في الموعيد وزادية موعيدك شكلها ازاي اليوم بيبشي ازاي أنا تمرينك كل يوم الساعة خمسة الفجر ولو في جامعة أو حاجة بيبقى بعض ذيها والجيم بيبقى لازم تروح جيم بالليل أو فتنس ولو في تمرين بالليل ده بنسبالنا ستة سبعة لا بالليل نقوم أربعة كده والتمرين بيبقى في ثلاث يام بالليل تاني مع الفجر الساعة ستة فا جيم وتدريب يعني ثلاث تدريبات في اليوم واحد الصبح وجيم ساعة أربعة وتدريب تاني آخر يعني بتنامي امتى بتصحى امتى بتاكل ازاي يعني تحكمنا الموضوع تعود أنا مسلا ممكن أخري أنام الساعة أحداشر أصحى الفجر أنزل أرجع أفطر مسلا نروح الجامعة بعدين أرجع الجيم كده هو ماشي ياسميني ليه مفيش خروب؟ لا بنخرج الله لا لا بنخرج أحمد قولي الموضوع صعب جدنا صعب؟ طب إزاي؟ يعني أكيد السن وإحنا صغيرين أكيد عايزين نخرج ولينا أصحاب نبيلونا تعالوا بس أنت عايز تتلعبات الله بتقول إيه؟ بتعمل إزاي مع أصحاب بتعمل إزاي مع المواقف دي؟ يعني أنا مبخرجش دايما يعني صحابي دايما بيخرجوا ساعات في الويكند وساعات في الويكند نفسه فأنا دايما بخرج في الويكند وساعات مش دايما وهو عادي يعني بالنسبة لطالب مش قوي بس يعني زي مايك الفلبس مش لازم طبع زي مايك الفلبس بس مايك الفلبس بس مايك الفلبس علامة علامة عالمية بس إزاي؟ إمتا؟ طبعا لازم يبقى يجهد يعني مثلا أحمد أكرم وعلي خلف الله هم عايشين حاليا في أمبيكا بيدرسوا الجماعات هناك وبيعوموا مع السيومانتين شتعاتوا الجامعة هناك فطبعا أن أنت تبقى بتستعد البتولة يعني زي أوليمبيكس مثلا توكيو هو الواحد بيستعدلها بقى له سنتين أصر يجب انكي نظلها500 تتمرين يجب أن تصلحه و تبدأ تحسن. لكن هنا في مصر عملاً السباحة تتطول. نحن نأخذ خاطر قدام كبيرة لفترة اللي فاتت دي كلها. فنحن ماشيون في الطريق الصحة إن شاء الله على توكي و إن شاء الله حنحق أملكس كويسة. نقدر نحق أملكس كويسة. ملكم كويسة ملكس كويسة. قولي لي كان من زمان أيامي وأنا بلعب كان جنوب أفريقيا محتقرة للسباحة الأفريقية. دلوقتي احنا دخلين معاهم بنعدي و بنخش فيها زي ما عمر قيل على المستوى الدولي. أنا لعبت بطولة أفريقيا و طلعت الأولى و اكسبت بتوع جنوب أفريقيا. بالضبط. يعني احنا كان الأول كان جنوب أفريقيا فيها عقل. زمان. دلوقتي بنعدي جنوب أفريقيا خلاص. مظبوط. و انت كسبت بطولة دي. شايفة فريدة عثمان فين؟ بطل. مجمع. مسألة أعلى. هي مسألة أعلى في الحياة. مجمع. ليه كلمتي معها قبل كده أعطي معها؟ اوه فبطولة الأفريقيا اللي فات. اين دور؟ هي لذيذة. خير فريند لي قوي. لمش محسيتش ان انا يلقاين و انا بكلام معها. بس حسيت ان هي حاجة انا بشوفها في التليفزيون بس او في الصور. شفتها بقى في حقيقة. شفتها معاها. والدنيا كانت معاتي ما فيش مشكلة. وسألتها بتتمرنا زي ما و كده؟ لا يعني ما دخلتش في الأعمار طيب أحمد قولي حينما سافرنا بتورت صوفيا كنا سبعين لعيب ستين لعيب عفوان صح مزبوط خلق كنا اتنين وخمسين وخمسين وسبعين مدالية جلنا واحد سبعين مدالية صح قولي شايف الموضوع ازاي يعني ازاي يا نادل آلي خمسين يجيبوا سبعين مدالية قولي رأيك اين عشان كل واحدة اللي تخصصه فاياني لو واحد طبع زاي مدال ديستنس تخصصه انا ان الحمدالله بجيبت في المتين والربعمية والثممية والمية بس دي كالتاكسبشن في البتولة دي طب غوة مصر بنعمل ايه لا غوة مصر عشان لازم ندوس في مصر راح بالطريق قولي وفاياني احسب كده بقى على خمسين واحد فهتلاقيه او بتجيب سبعين واتلاقيه قولي احنا هلين ترتيب غوة البتولة دي ولا ترتيب احساها النادر احليك تسكي خدنا البتولة فالكبير اوه النادر احلي لقم واحد او طبعا ما شاء الله قولي لي في البتولة دي كان مين بنفسنا ناك هو هي بطولة يعني زي عندنا مثلا هناك جمهورية اشترك فيها اكتر من تلاتين نادي هناك في بلغاريا نفسها يعني كان فيها ناس يعني جنزين يعني احنا كان بينزل معنا كل واحد نازل معه في السبق اثنين تلاتة بينفسه بس احنا الحمدالله يعني قدرنا ان احنا نكسب البتولة دي قولي لي شفت ايه نك مختلف في البتولة دي قولت لدي ده لازم يحصل عندنا في البلد في تنزيم عندهم شوية يعني احنا هنا برضو في حاجات بتتعمل كده قولي لي لا اعايزة على البلد هي هي حاجة عادية بس هي كل بلد فعلا بيبقى ليها تنزيمها يعني احنا بنشوف حاجات احنا مش بنشوفها هنا كتير فنبقى هو حاجات جديدة طب بسينا حولك انا بشوف التنزيم السباحة بياخدوا الاسماء بتعودوا في المنطقة مخصصة للسباحين ويدخلوا على الاعدية بالضبط بعد كده يخشوا هل هناك في موسيقى هل والصور بدأت تشتغل ايه رايي في السورة دي ليه السورة دي ايه ده هنا بين كل حاجة حلوة الاهلي ومصر وكسبين البتولة لسه وكنا في اخر يوم فعلا ايه كنا في اخر يوم فخلصناها وطلعنا الاول ايه 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 كنا واحنا نستلم الجوائز في الاخر منصار سورة مع كابتن ابراهيم الطفلوي وكابتن واي العزة ده كابتن احمد ده أنا وياسمين وحمد وحمدي ده بطل في مصر كابتن احمد وكابتن فريع يعني كتبين لدي السلاح ايه ما شاء الله ما شاء الله اسمين انت دي ايه انا دي كمان ايه ايه انا كنت باخد الكاس يعني كنت من احسن ثلاث سباحين في البطولة ده كان احسن سباح انا وحمد ده انت وحمد مع بعض احمد قولي ايه السورة دي فين ده برا الستاد برا الستاد برا الستاد ايه مزبوط طب قولولي اه عمر احنا ان شاء الله بإذن الله دي ساندي بس عشان ما ننساش دي ساندي بها في الولمبياد ايه بتصور مع الولمبياد كلها تمام قولي يا عمر احنا بنستعد للمرحلة عندنا ايه في اللي جاية اه طبعا كل واحد هنا اللي تارجت مختلفة بس احنا يعني البطولة اللي جاية اللي كلنا نزينا وكلنا مركزين عليها ان شاء الله تبدأ من سوئين في اول 11 وتكمل معنا بغاية عمومي في اخر 11 ان شاء الله ومعدين بقى كل واحد هنا هيبدأ يعمل حاجة يعني مثلا احمد هيبدأ يستعد البطولة العربية المشيين مثلا سنة 2019 فين هتلعب يا حتى لسه ما نكرروش وعندنا احنا هيكون عندي بطولة العالم السنة اللي جاية ان شاء الله بنا نبدأ نجاز لها عندنا بطولات محاولة تأحل لها يعني احنا بنتكلم كنادي اهلي اول بعد كنادي نكون بطولات العالم عندنا الجمهورية شهر 11 هتلاعب فين بطولة جمهية في الاستاد في الاستاد وكل اللي فينا قلن الاهلي بتاستعد ليها اعتقد ان الاهلي هو البطل اه احنا احنا بطول محطة كريم مزبوط اه احمد بتاستعد ليه في المرحلة جاية كافردي مزبوط كده نعم مزبوط قول لي احمد باستعدك يعني عمر قال لي عندك بطولة عربية اه انا لازم اتنرم كل يوم في عشاء غيب و بحاول ا由كر اوافك بين الدراسة والسفاحة بس حاسس الفاحة واخده اكتر من الدراسة بشهية كثير ما ييفرش والsplit احمد الأكرم الجديد اقول لي دي المية لفراشة بتاعت ده المية فراشة بتاعت عمر. تمام. اتفضل يا احمد. ايه رأيك في الكلام يبتقال? انا اريت والله انا. لا ما هوش يا ريت بقى. يعني لازم يتقول كده لا. لازم تقول لي. قول لي. عشان ايه? عشان انت بتحقق على طول ما شاء الله ارقام وتحطم ارقام. هو هارد ويرك بيز اوف. يعني بحاول على قدر الامكان. ان انا اعمل احسن حاجة عندي. احمد نتمنى لك التوفيق. قول لي عمر ده خانسماء ايه? ده المية فراشة هناك. ده المية فراشة في البطولة. في البطولة هناك ايه. ده كسبتو? اه انا اه 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 حسن ياسر سباح بردنا الاهلي كانت خمسة جنبي. اه اه. وكان التأسفير اللي قابلينا اه بردو سباح من عندنا اسمه عبد الرحمن عدنان. اللي تلع التاني بسبب. بس ما شاء الله الفرق كبير. اه اه. الحمد الله. الحمد لله صح. اه اه. انا عمنا بطولة كويسة او يعني انا بطول نفسها عمنا انا عملنا ارقام كويسة بالنسبة للا. لان هي يعني في نص سيزن يعتبر. احنا عملنا فيها ارقام كويسة. وبلاس كمان ان هي في بطولة عالم شورت كورس. اه. في اخر سنة دي بطولة وفبطولة كان ممكن احد يتأهل منها. احققت بطولة اقام فيها يعني مثلا. فكانت نص سيزن كانت بتلك كويسة والحمد الله. هي. ساندي وليلي دور الاسرة معك او دور الاسرة بصفة عمنا. انا زمان وانت رايح جاي في النادي الوحدي. اندي وليلي دور الاسرة شكل اك Orleans. انا مامي عم اطول معي في كل هجة تمرين. عندي اخوات? او عندي اخو واخت. ازر مني. ممكن لعي وصفاحة برضو? اي. طيب الحمدلله. مجدش متين ياتف النية اوه. لأ نعم قالت شككت مامı هبات في نية دي صح? لأ ماء مكن bikam ei عم وصفاحة و انما صغيرين بس ههي بس هم مش عايزين يكملوا عشان شايفيني باطمار موط. تلف كلين مامي وانتي عالهوى كده و هي شايفاك بطلك بها ناس تانكيو جداً هي توقف معي وهي اللي شجعتني وهي اللي خليتني أوصر اللي أنا فيه وبرضو بقبي طبعاً السابورت دع بابي فلوس اللي بيت فحي نقول الصراحة دع يعني خليه لك صحة ولا إيه بزبوط تقولينه ويه زودت بشواء زودت بشواء على الهواء برضو بقف معي كتير وعطول بيشجعني على طول شايفني بطرة وشايفني أن أنا قدامها عمل حاجة جمدة هو يعني أنا مفروض أن أنا في الأولمبيكس دي ده كان حلم حياتي أن أنا أتأهد لها حلم أي العي في العالم وبعد السنوية عامة وبعد السنة الطويلة وبرضو أهملت الدراسة شوية عشان السباحة وحقا تحسن أرقام في السنة كلها فده كان بالنسبة لي حاجة كبيرة وبرضو دخلت جامعة كويسة وكلها كويسة عجباني ومرتاحة فيها فدي حاجة حلوة قليلي يا اسمين في فترات التدريب بيتعدي عليك المتدربين كتير كويسة؟ مش هقول أسميها عشان ما هتلقبطيش هسألك شوالك أنا فورسة أنا مش هتلقبطي قليلي موقف في بطولة أنت فكران نفسك موقف كويس أو موقف كان صعبا زيك هو بطولة موقف حلو قوي أو موقف صعب هو بطولة مش كلا حصلت في السباح حصل حاجة؟ هو أنا معداش علي كابتن كتير لأن أنا كل اتمرنت معهم مثلا ثلاثة هم مين؟ هم مين؟ اه خلاص بقى اتمرنت مع أول واحد في حياتي يعني هو اللي عليني صباحة اسمه كابتن طاهر كويسة التاني واحد كانت كابتن شريف حبيب كان كابتن منتخب مصر كابتن منتخب مصر اه هو السوق يعني القديم ده ده تقريبا هو اللي رباني يعني ده تمام اه وبعدها روحت الكابتن أشرف صراح كويس جدا يعني حاجة حلوة قوي يعني طريبا أحسن من كابتن جات نادي الأهلي اه ومبسوطين معي وحق أنا إنجازت كتير اه بس موقف حصل لي بقى مش ممكن أفتكر حاجة حصلت لي حلوة قويشة لأن الحمد لله بطولتي ببقى ماشية كلها بتحصل مواقف كويسة يعني ممكن يحصل جوكو بطولة بس آني الحمد لله أجب لك أنا موقف حلب من عمر عمر اوه في وحلت الإعدان او في مكان الإعدان عايزة عرف مكان عايزين نعرف الناس الأول عايزين نعرف الناس الأول عايزينك ايه مكان الإعدان للصباح وبتعامله ايه بتعود وتعامله ايه بالظلط في مكان الإعدان هو أنت يعني قبل الساعة مثلا بثلث ساعة بتروح على منطقة الإعداد دي بيتنادي اسم التصفية كويس بتخش انت والثمن السباحين اللي معك بتعودوا على كراسي تنادي على اسمك تسلم كرني الاتحادي عشان يعرفوا انت صاحب الكرني او الشخصية بتاعت النادي بعين تخش تبضل تقدم يعني كل شوية تصوية تنزل فبتتقدم بالكرسي القدام بعد كده في الاخر بتعودوا سايب بعد ازدك هايز بتعودوا عرض او طول نعطصف جمع عرض اه ما كانت حرق كرسي القدام كرسي القدام اه بعد ما نخلص نوصل القدام خالص بنقوم وعد كده دخلونا التصوية بحكم قدامنا نمشي على الاسترطات لا اقول لي ما فيش اي حاجة حصلت في الاعداد ده قبل كده قدامك موقف اه اه نعم يعني هزار بقى ما بين السباحين وكلامه يعني بيخشوا زي بتقول انا شفت انا شفت انا شفت حتة الاعداد دي للعيبة الاولوبيين او لعيبة كبار في العالم بتلاقي كلها راحت حفظت سمعات عايش هتباك في ملكوت مفيش انت هنا في مصر بتتلاتي سنة شبابا عشان عشان يبتولة جمهورية غير بتولة عالم طبعا ففى اكتر انت عارف الناس اللي معاك في اللي ففى اه لا طبعا بره مصر حاجة مخترت خلصة بتبقى واعد ما بتتكلمش حد ملكيز بابسابك حط كل تركيزك ان انت تنزل تعمل حسن حاجة عندك بس اه السؤال مهم عمر ليه اش مانا امريكا هي الوجهة للسباحة دايما بيلاقي العيبة المصريين دايما بيطلعوا الامريكا فريدة احمد اكرم وعلي خلاف الله وما سبق وما سبق وما سبق فى امريكا السيستم بتاعها بتاع الجامعات عندهم حاجة اسمها انسي دابل ايز هذا زى دوري الجامعات انك فكل الجامعات اللي هم احمد اكرم فيها وعلي خلاف الله فيها وفايد عشمان فيها كلهم دول دي بيجن وانت هناك فى امريكا الجامعات دي كلها بيخشوا بينزلوا بتلوات مع بعض دبعض كل اسبوعين او حاجة بيبقى اسمها ميت بعد كده كل مثلا مره في السنة بيبقى فيه حاجة اسمها اللي هي بتكون كل منطقة مع بعض بيجعات اكتر بعد كده في الاخر الانسي دابل ايز اللي هي بتورة كبيرة في السنة فببقى طول السنة فيه بتورات كتير ينزلوها وفى نفس الوقت السيستم ناشن من الجامعة فببقى هالتباسين فانت كل حاجة حوالين السباحة بتعملش اي احف حاجة ان انت بتركز على السباحة بتتعامل مع الناس بقى السباحة بتخرج بعديها مع الناس كل حاجة بتدور حوالين ان انت تعمل كويس في السباحة هوا ده اكتر حاجة يعني امريكا بتبقى غريبة عن بقية العالم فيها بس بقية العالم كله عن في السباحة نفسهم هم متقدمين زي زي امريكا السلسل النفس المختلفة احمد فكرت اي عمل ده فكرت فكرت خلاص اوه يعني اول حاجة اوه يعني انا مستني السنة الجاية اصد انتيجة عشان ان شاء الله عشان اخذت بجماعات برا اوه يعني مي فرس بريورتي امريكا وبعدكها بريطانيا يعني ان شاء الله هحاول اقدم وبالونيا ياريت تقولي بتشجع بتشوف رياضة ايه برا السباحة بسكت بسكت اوه بولنا ان في النادي انا اوعي الكورا و قادش مراحكة اصبانين الجزائر يعني اصبانين فاينال افريقي ازايا يعني اهم حاجة اصباحة بسكت 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 بريادة مهمة لانسبالك اوه بتفرج على الانبي اي بالزات اوه اللي برون جيمز بعد مايكل جوردن باس مايكو جوردن خلاص يعني, باس مايكو جوردان كان زمان يعني مش إياه بك خصواحان them وله لين yaسمين ا غري السباحة نغير بقى نطلع من السباحة وطر السباحة ومقرش في الهوائيت aider هويتك اي غري السباحة هواته غري السباحة يعني ارياضه تانية اهرياضه ونه فن يعني واحتك مش عارف هارين محاولتهاش اتابع رياضه تانية بحضطيش انا كنت بالعب يعني كنت بالعب اللاعبات كتير يعني لعبت اي غري السباحة لعبت تمس ولعبت هندبول ولعبت تمس لا هندبول لا لعبت هندبول لا 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 لعبت هندبول صغيرة كده مكنتش حضرتين بك بس انا شايفة هندبول كويس قوي يعني هو حلو قوي لعبة انا بحبها واخوية كان بيلعبها كمان زمان ما شاء الله فكنت يعني بالالعب اللي انا بحب شجعها كمان بحب تفرج عليها صندري وليدي ايه بارس بيحب؟ بحب ارسم ترسمي؟ ما شاء الله بتابعها لعيات اخرى؟ بطابع اخوية بيلعب فانسنق صلاح فبقى بفرج عليه اعلى طول اهم حاجة عندك؟ اه ده اكتر رياضة بحبها يعني بتبعها وبرده بفرج على هندبول و جومباز انا فيه حاجة متقليتش بس هو اكيد هيقولها ان هي دي اكيد ام اكيد اوه ايه 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 مصر يعني كل مصر بتابع لجنها كبير محمد صلاح في حد الشهال ام 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 пفرج بس لسه جاي في الشامبوس ليجول حالا يعني لسه ليه حالا جاي بول او الله اقول لي بقى او انا يعني بتفرج ع الدوري مصري و بتفرج على الدوري الانجليزي والاسباني انا قصر عايش في اسبانيا ف بتفرج ع الدوري الاسباني بروحة بالمكشوات حيل لا لا الكورة يعني اكتر اكتر يالا بحبها طبعا بتشجع محمد صلاح و بتشجع برشلونة ليلة مدريد بشجع برشلونة و محمد صلاح هااااااا اوه يعني مسي عندك حاجة كبيرة جدا اوه اوه قول لي مستقف المستقبل تشايف نفسك فين او لو كملت على العانبي عمالي رأس لسه تطمخ بتاعك فين الاسرار بتاعنا العيب تليد ما او اي حد هايبقى اوليمبيكس جولد مدل مفيش هو ده او ده التارجت انشاء الله سنتخب في الأوليمبيكس الاول او حاجة شبهها ويدي كده نشوف لو هنعرف نعمل حاجة ولا لا لكن أنا أريد أن تذهب إلى الأولمبيكس لأنني أتصورت معك حتى معك تتعيشت صح؟ يعني تذهب إلى الأولمبيكس بشي تكسب إناك إن شاء الله مظبوطة؟ قل لي لي يا سمين؟ طموح كيف المرحلة الجاية؟ إن شاء الله أن أنا أحاول أجيب رقم بطولة العالم اللي جاية إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وأولمبيكس طبعاً أساسي؟ أساسي؟ مين شايفها مثل أعلى عندك؟ أين؟ في السباحة؟ برا مصر أنا شايفها كتنكا لعيبة من دولة؟ المجر من المجر هي تزيل المسا الأعلى هي مجددة كويسة جداً من زماني أنا وصغيرة متابعيها فهي بطلة عمرها ما شاء الله ساندي روحتي أولمبيات حققت حلم الحلم اللي جاي إيه؟ روح توكيو إن شاء الله وبطولة العالم اللي هي السنة الجاية بس لسا لازم ويجب أكثر عشان الأرقام بتاع المطولة العالم التأهيل بتاعها صعباً شوية عشان هي أبقي كبار منذ آخر بطولة لعبتها ناشئين بعد كده اللي جاي كله كبار بس فا ده حلم ده الحلم الحلم لازمي تحيئة الحلم حيئة الحلم حيئة الحلم حيئة وإن حيئة أو عايز توصل لفين؟ ها هو إن شاء الله ترجيب تاني تتويت العالم السنة الجانب أهلا قريب بعد كده هذا هو أول تارجل هذا هو الذي نعمل في الوقت بعد ذلك أولمبكس إن شاء الله نتلع أخرى أي 16 على العالم هذا هو تارجل 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 إن شاء الله إذا كمّلت سباحة ستورة العالم طبعا نقول كلمات أخيرة سأخذها أقول كلمة وكل يجاوب عليها ما هي الأسرة؟ أنا بجد بشكرهم أوي هم بجد بيتعبوا معي جدا موما بالذات أكيد الأم أكيد يعني عشان هم برضو موصيني بسرها 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 يكامل قدامك أنا بحبوكوا أوي بجد يا جماعة أعرف بكم بسرها بسرها برضو أشكرهم أوي ومش عارفة يعني الشكر مش كفاية والله على اللي هم أعمدون معي أحمد سامح هم طبعا بشكرهم كلهم بس ذات بابا عشان بابا بيتعب معي كتير جدا لا لا ده ماما اسمع كلام أنا بيعمل كل حاجة في البيت مش هينفع يصدقني قول فضل بابا وماما بس مش عارفة مش عارفة بقى انت اللي عايز انا قلتلك كبت ناغر بصراح احمد السلام وكبت ناعدة نصر وكبت ناعدة مش هدين لأحمد وعشكر طبعا مامتي بالذات بأن كانت كلا يوم بأحد وعن أنا عارفة أنا بقى 11 سنة تسحى كل يوم الساعة خمس صوت. طبعاً حوار متعبية. حتى أنا عايش برة مصر بتكلمني تطمي الناس حيت وضلك. إنسى أسردان يا رب. قلب الأمة. قلب الأمة. تتكلمك سعر بعض فجرة. أنت بتيجي أربعة حدوشرة واحدة أي وقت. تعرف. لو ما روحت شو أنا هناك تعرف أنها ما روحت شو. يا حالة. أحمد تقوله مدربينك إيه؟ شكراً جداً. أنا من غير كفتن بالي ده. كنت شو أي حاجاً. خالص؟ أنا بجد. بكل مدربينك. بخازر فني و بخازر تكفر ألعزت. يعني أنا هوفر عليك. أنا جاي. أنا جاي. جاي هو. وزلت الجهاز عشان خلونا نطلع البطولة دي. كتحروا جداً. تمام. وكتن بادي وكل مساعدين لهم. تمام. وشكراً جداً يعني. تكتب مناورنا. ساندي وليلي. برضا واحد باشكر كتن قصف عشو متاعب معي قوي. وعالطول بيشجعني. وبقد هو كابتن كويس قوي. وبرضو بحب أشكر كابتن تاجوس. كابتن تعفيدنس بتاعي. وبس. وبس؟ الحمد لله. دربينك. كابتن أشوف صلاح طبعاً. أشكره جداً. وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة. وأنا كنت عايزة أشكر كابتن واقل عزت. وكابتن واقل كفراوي. وكابتن اللي كانوا معنا هناك. وكابتن فاضل. هم بجد تعبوا معنا هناك. كابتن بحمد الكفراوي. أه، افضل الكفراوي. إن إبراهيم الكفراوي. إبراهيم كفراوي إس كاسر. وكابتن إبراهيم كفراوي إس كاسر. وكابتن إس كاسر وعضو ملي ورد ندل أهل. فاضل. هم بجد تعبوا معنا وكانوا يعملوا كل حاجة عشان نرتاح هناك. وبس يعني يوفروا لنا كل حاجة. وإن السفرية تطلعه زيدي دلوقتي مع النادي. دي حاجة كويسة جداً. بس ربناي سهل في اللي جاي إن شاء الله أنا اللي بشكوركم جدا أنت كنت معاي النهاردة ألف أبروك على كل مدرياتكم أعتمارك في المرحلة اللي جاية بإذن الله نعمل حاجة كويسة للنادي الأهلي ونعمل حاجة كويسة لمصر ويعني إن شاء الله أحمد بإذن الله نتحق فيه في الأولمبياد إن شاء الله مداليا إن شاء الله مزجود شكرا لكل جابهلي ناد الأهلي لازم نشكرهم إنه كان النهاردة إنه متوجدين معاينا نجوم كبار في لعبة السباحة حققوا أرقام كبيرة حققوا أرقام مختلفة وإن شاء الله بإذن الله هنشوف منهم بطل لمصر في 2020 أو لأولمبيادة اللي بعدها في فرنسا في 2024 بإذن الله حقق لنا مدريات ويرفعوا اسم مصر عالي ودايما اسم ناد الأهلي مرفوع شكرا وإلى اللقاء اشتركوا في القناة